خطوة أولى ناجحة في مشوار الزمالك الطويل نحو البحث عن اللقب الأفريقي الغائب منذ سنوات طويلة الزمالك بطل الدولي المسيمين متتاليين إنجاز معاه في ريح جمهور الزمالك وبدأ يسأل عن اللقب الأفريقي كل قوة بدأ الزمالك المشوار وفاس خارج أرضه وقبل حتى ما يستفيد من صفقاته الجديدة مهمة أكيد من السهلة ومنفسة كبيرة مع الأهلي على اللقب وسط كبار الكارة الزمالك مستقر بجهاز فني كبير وعلاعبين مميزين وشباب ما بقواش مستقبل وبقوا الحاضر نفرح للزمالك لفوزه النهاردة وقريب نفرح للأهلي ونحلم بنهاي قرن جديد في البطولة يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بداية في منتهى القوة لنادي الزمالك في بطولة دورة أبطال أفريقيا مواجهة خارج الأرض خارج الديار مواجهة كانت بعيد عن شاشات التلفزيون محدش شافها يعني اللي شاف شوية تصوير كده من موبايلات لايف بس محدش شاف المباراة فتحليل فني للمباراة مش هنقدر نقول ولكن نفرح بالنتيجة نسعد بالنتيجة ونقول بداية عظيمة لنادي الزمالك خارج الأرض فوز بهدفين دون رد في سبع دقيق قدر يخلص على فريق إلكت بشكل تام شيكبالا هدف في دقيقة 52 زيزو هدف في دقيقة 59 وكمان ضربة جزاء ضائعة عن طريق إمام عشور كل شيء جيد في زهاب الدوري التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا بالنسبة لنادي الزمالك جميعي نادي الزمالك فازت بالدوري السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها الفرحة حلوة بالدوري طبعا ولكن بدأت الجماهير تسأل عن البطولة الأفريقية قولي لا عندي شزو هدف فريرة مدرب كبير وعظيم عندي لعبين رائعين عندي لعبين شباب ما بقوا الشباب بقوا لعبة كبيرة خلاص من الموسم اللي فات ما ينفعش نقول إن احنا لسه بنجربهم أو بنشوفهم عنده تدعمات في منتهى القوة ومحترمة جدا عنده منافسة في منتهى الصعوبة دائما مع النادي الأهلي زعيم القارة الأفريقية نادي دائما حتى لو بعيد عن مستوى ولكن يبقى النادي الأهلي منافس دائم على البطولة الأفريقية منافسة كبيرة ومنافسة كبيرة مع باقي فرق القارة كبار القارة كلهم فرق المنافسة فيها أو المنافسة معاهم مش هتبقى سهلة مش هتبقى سهلة ولكن الطريق بدايته حلوة النادي الزمالك وإحنا بالنسبة لنا نفرح للزمالك ونفرح بكرة لما الأهل يلعب في البطولة الأفريقية ونستنى نهاء كرن جديد بين الأهل والزمالك بين الزمالك والنادي الأهل الصورة حلوة المشهد حلو عجبني الفكرة اللي بقيت عندي نادي الزمالك وعند نادي الأهل وعند كسير من الفرق المصرية في البطولات الأفريقية لما نلعب خارج الأرض ما بقاش نلعب على التعادل ما بقاش نلعب ونقول أصل التعادل نتيجة إيجابية خارج الأرض لا اروح واكسب عشان انت الاهلي وانت الزمالك وانتوا الفرق الكبيرة في القرى انتوا اكبر فرق في القرى الافريقية انت بتتكلم في اندية تستحق ان تكون دائما انا بتكلم على الاهلي والزمالك دائما في نهاية دولة ابطال الافريقية هتقول لي يا سلام والوداد والترجي والنجم السحلي وشباب والزداد وكل الفرق الكبيرة في القرى الافريقية اقول لك على عيني وعلى راسي بس لما تشوف مستوى الزمالك ومستوى الأهلي على مستوى تشكيلة الفرقيتين وعلى مستوى الأجهزة الفنية الطبيعي المنطقة على الورق هم الفريقين اللي يوصوا نهاية دورة أبطال أفريقية على طول فنستنى نشوف ده إن شاء الله النهاردة الزمالك فرحنا زي ما أقول لكم خلال أيام الأهلي كمان يفرحنا لما يبدأ مشواره الأفريق ده بالنسبة لنادي الزمالك تعالوا نشوف جزء من اللي حصل في المباراة ونكمل كلامنا مع حضراتكم دي صور من المباراة زي ما قلت لكم للأسف ما شوفناش المباراة للأسف يعني للأسف كمان جمالي زمانة كي تزعنا النهاردة وعجبني إن شكبالة بدأ المباراة وبيقدر يسجل هدف في الشوت التاني كمان يعني حالته البدنية جيدة خارج الأرض بصلاح استغربت شوية إن شكبالة يبدأ المباراة بس شكبالة شكبالة يعني شكبالة جاهز طول الوقت جاهز لو عمري يفري معايا ولا للاياقة يفري معايا ودائما مستعد ودائما حالته الفنية والبدنية جيدة عشان كده شارك في المباراة خارج الأرض في اللي اعتمد عليه ما خد بالك المدرب لما يعتمد على لاعب كبير في القيمة طبعا زي شكبالة وكبير أيضا في العمر بالنسبة لعب كرة القدم هو لازم يكون واصف مية في المية إن حالته البدنية تسمح يعني هو مش بيقول مثلا إيه ده هو مش هيقدر بس هنزله هجرب لا هو عارف حالته البدنية جيدة عارف إن حالته الفنية جيدة وبالتالي شكبالة بيشارك ويجيد ويؤثر في نتيجة المباراة وهو الذي افتتح نتيجة المباراة ومهد الفوز لنادي الزمالك مليون مبروك لنادي الزمالك مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك الفوز اليوم وانطلاقة رائعة رائعة في بطول الدورة أبطال أفرق بمناسبة هذه المباراة اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا إلى الكاف للاعتراض على موعد مباراة القياب بين الزمالك وليكت سبور اتشيدي اللي كان مباراة الزهاب النهاردة المباراة القياب هتكون إن شاء الله بحسب الكاف يوم 25 اتحاد الكرة معطرد على هذا الأمر عشان يوم 25 ده هيبقى في الأجندة الدولية هيبقى وسط المباراتين الوديتين اللي هيلعبهم منتخب مصر واتحاد الكرة طلب إن المباراة تكون يوم 30 المباراة زي ما تلكم يوم 25 ما بين 23 و27 ده مع أسكر منتخب مصر ومباراتين والديتين وبالتالي اتحاد الكرة طلب إن المباراة تكون يوم 30 وطلب كمان إنه يتكفل بعملية الانتقال وإقامة الفريق الشادي لما يوصل مصر مشي بصلاح ورد دايما الكاف بيعمل حاجة غريبة دايما يعني أجندة أولية بتحط فيها مباراة في دولة أبطال أفراج ما فيش كلام ده يعني ما بيحصلش في الكون يعني بس ممكن يحصل في الكاف بس بس دائما يعني دائما وبصراحة ما بيقيتش بشوفها تعنط للفرق المصرية أو لمنتخب مصر أنا بيقيتشوفها إنه قلة مهارة إدارية اللي بيحصل في الكاف ده يعني مش مش إمكانيات إدارية جاية ده طيب ممنازمة منتخب مصر ومعسكر منتخب مصر روي فيتوريا اختار 27 لاعب في قائمة منتخب مصر النهال والدياتي النيجر وليباريا إن شاء الله القائمة كالتالي حراست المرمة فيها محمد الشناوي أحمد الشناوي ومحمد صبح مش موجود محمد عواد وبعد شوية هقول لكم ليه محمد عواد مش موجود خاط الدفاع في كريم فؤاد وعمر جابر وعلي جابر وحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وأيضا محمود الوينش ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح ده خط الدفاع أما خط وسط الملعب ففيه حمدي فتحي وطارق حامد طارق حامد يقود مرة أخرى لمنتخب مصر وفين طارق حامد كان بعيد تماماً على منتخب مصر وقت كلس كيروش أيمن أشرف ومحمود حمادة وإمام عشور وإسلام عيسى وإن كان أيمن أشرف ممكن يلعب كباكليفت أو كمساك أو حتى وسط ملعب زملاء مع كلس كيروش إسلام عيسى وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم وفي خط الهجوم محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي وأحمد حسن كوكا ومران حمدي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن ترزيج هذه هي القائمة قائمة منتخبنا الوطني للوديتين القادمتين أمام النيجر وليبيريا المحترفون الثلاثة أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وصلوا إلى القاهرة مساء الأحد استعداداً للانضمام لمنتخب مصر في معسكره المقام حالياً في الأسكندرية هيصل يوم لتنين إن شاء الله أمر مرموش ومصطفى محمد لسه لحد دلوقتي ما تحدتش محمد صلاح موعد وصوله إلى المعسكر في قائمة حلوة لسه بس أنا أقول لكم حاجة في قائمة منتخب مصر فيما يخص محمد عواد فبيتوريا فضل ياخد اللعيبة من الزمالك اللي ممكن يبقوا ليها ليهم بدائل جهزة ويقدر الزمالك يعتمد عليهم الفترة اللي جاي ما يبقواش مرهقين قوي محمد عواد عشان الزمالك بيعتمد عليه أكثر من أي حارس آخر محمد صبح لسه ما دخلش يعني في الأجواء وبالتالي سيم محمد عواد في المعسكر ده وممكن يبقى موجود الفترة اللي جاي المعلومة المؤكدة المعلومة المؤكدة أنا أقول لكم ده ده حصل ما بين أعضاء الجهاز الفني بينهم وبين بعضهم لكن لازمالك في اتفاق مع فريدا والمدرب فيتوريا ولا محمد عواد يعرف أصلا هو ما اتخذش لو كان متصور انه هيتاخد بس هاي دي الحكاية النصيب محمد عواد دلوقتي وهنستخدمه في معسكرات أخرى خاصة من محمد عواد متقلق جدا في الفترات الأخيرة ده بالنسبة لمنتخب مصر غز المحلة الموسم الماضي عانى عانى كثيرا جدا صحيح كابتل مصطفى عبدو حاول في الفترات الأخيرة ويقدر ينكز الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية لكن غز المحلة كان يعاني للحظات الأخيرة وكذا يهبط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية الآن عصر جديد لغز المحلة تدعمات إلى حد كبير جيدة ولسه في تدعمات أخرى في غز المحلة ومدرب كان له تجربة في الدوري المصري الممتاز المدرب اليوناني بابا فاسيليو الموديل الفني لغز المحلة مدرب كان له ممكن نقول بصمة فنية مع نادي ودي دجلة بصمة يعني مش هقول إنجاز ولكن بصمة له أسلوب في اللعبة له طريقة لعبة معينة وغز المحلة قرر يعتمد عليه في الموسم الجديد بابا فاسيليو معايا الآن عبر سكايب نكلمه ونبريكله على فريق غز المحلة وتدريب غز المحلة فاندي بصباح الخير مشارفنا ومنوارنا في برنامج الرقم 10 التلفزيون المصري شكرا جزيلا تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز مع نادي الغز المحلة أعود مرة أخرى لك بعد التجربة قصيرة مع وادي دجلة شايف التجربة هتكون إزاي حسنا بالطبع أنا في وادي كنت في وادي دجلة واستقررت هناك أكثر من عام وكانت هذه تجربة أولى في مصر وكانت تجربة عظيمة لأن أنا عشت لحظات جميلة والمهمة التي قمت بها وهي كانت إنقاذ الفريق تمت بشكل كبير وبعد هذا الوقت تركت مصر وكنت أتابع الدوري وتطوراته وأنا سعيد جدا لأن أعود مرة أخرى لأحد أفضل الدوريات القوية مع فرق عظيمة ورائعة وأنا أتطلع لهذه الخبرة الجميلة مع وادي دجلة ممكن الأمور تختلف عن غزل المحلة مع وادي دجلة أنت كنت بتلعب يمكن بعيد عن ضغوطات كبيرة ضغوطات جماهرية أقصد بالمعنى الصحيح والضقيق ودي دجلة نادي بلا جماهير عريضة ولكن غزل المحلة جماهير عريضة وتطالب دائما بانتصارات ونتائج جيدة ومكانة جيدة في الدوري الممتاز تعلم هذه الضغوط وأكيد هتعرف تتعامل معها عبر كل حياتي البهنية كنت أعمل تحت ضغط والعمل تحت ضغط قد يأتي بأفضل نتائج كلاعاب كنت ألعب في فرق كبيرة وفي فريق كوبروس وهو من أكبر الفرق في البلاد لدينا وفي إنسنوفر بلازا وأيضا كنت بالتدريب وهي لفرق عظيمة جدا ولها الألاف من المشجعين وكذلك سلوفان براديسلافا وهو التابع لسلوفاكيا وأبولون وهو أحد أكبر الأندية في كوبروس وكذلك هناك واحدة من أكبر الفرق في اليونان لعبت في كل مراحل حياتي تحت ضغط ومع توقعات كبيرة وبالطبع أنا أعلم كثيرا عن فريق غزل المحلة وأعلم الضغوط التي أمارسها مشجعي وبالرغم من كل هذا فإن هذا يعتبر نسبة لشيء رائع لأن هذا يمكن أن يساعد اللعبين كثيرا غزل المحلة كان يعاني الموسم الماضي وكان على وشك الهبوط لدوري الدرجة السنية بالتأكيد غزل المحلة في حاجة إلى تدعيمات كثيرة من اللعبين المميزين هل بدأت اختيار بعض اللعبين لتدعيم شفوف غزل المحلة هل اللعبين اللي انضموا لغزل المحلة كانت تبكى لاختيارك أم اختيار إدارة النادي أولا كل المعايير وكل اللاعبين الذين سأتون لفريق المحلة جاءوا بعد أن كنت بدرسة كل لعب ومنحت الضوء الأخضر لللجنة لكي توقعوا عقودا لهؤلاء اللاعبين الذين أردتهم لهذا لدينا تعاون كبير مع النادي ومع الإدارة وبالطبع فريق العمل سوف نبدل قسارة جهدنا لتكوية الفريق ولتحقيق الجودة المناسبة وأيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار ميزانية النادي إذن كل هذه الأشياء يجب أن نأخذها في اعتبارنا ويجب أن نستفيدوا منها أي اللاعبين من وادي ديجلا اللي اشتغلت معاهم طلب تضموا لغزل المحل أكيد في لعبين اشتغلت معاهم مع وادي ديجلا تحب تشوفهم أو تحب تضربهم مرة أخرى في غزل المحل فريق وادي ديجلا فريق وادي ديجلا الذي دربته من قبل يجب أن تفهموا أنه مختلف تماما لأن أغلب اللاعبين المهمين مثل محمد ريدا واملاي وخالد ريدا كل هؤلاء اللاعبون كل هؤلاء اللاعبون الآن هم في ناندية جيدة جدا لذا وكما تعلم فإن وادي ديجلا الآن ولكن هناك المزيد أيضا من اللاعبين الرائعون وإذا ما أراد وادي ديجلا أن يمنعه هؤلاء اللاعبين فإن هناك واحد أو اثنان من اللاعبين الذين أهتموا بهم صحيح بوفا سيليو المدير الفني لفريق غز المحلة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وأتمنى لك التوفيق مع غز المحلة شكرا جزيلا طيب غز المحلة أكيد عنده مشوار طويل ونحب دايما غز المحلة موجود في الدولة نحب الإسماعيلي والمصري والاتحاد مع الأهلي والزمال كل الأندية الجماهلية الكبيرة تبقى موجودة في الدولة بس دايما بقول حاجة عشان ما بنقول نحن نتمنى الأندية الجماهرية تبقى موجودة في الدولة ده حبا في الكرة وحبا في مشاهدة الكرة وإن الجماهير كلها تبقى مبسوطة بس في نقطة دايما بستغل الفرصة ندا أقولها مع الأندية الأخرى اللي ما عندهاش جماهير هي تطفي متعة على الدولة يعني أنت أصلا الأندية دي اللي خلت الدولة السنوات الأخيرة في متعة بقيت تشوف مثلا مثلا مباراة كبيرة بين الأهلي وبرامدز الزمالك وبرامدز مباراة كبيرة بين الأهلي وفيوتشر والزمالك وفيوتشر سموحة نفس الأمر بتتكلم في سرامية كلوباطرة نفس الأمر البنك الأهلي نفس الأمر ممكن أندية ما تبقاش جماهيرية بس خلت الجمهور بتاع الأندية الأخرى الأندية الأخرى يبقى ممسوط بالمباراة دي هي أصلا أضافة قوة وأضافة متعة دي الدوري الممتاز كل حاجة لها إيجابيات وأيضا لها بعض السلبيات نكمل أخبارنا مع حضراتكم وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أبدأ غضبه أبدأ غضبه بسبب حاجة مش حلوة مش منه مننا هو متضايق أنه فيه نقص فيه ملابس لاعبي المنتخب الأولمبي في المعسكر الحالي وعدم حصولهم على ملابس من الشحنة الأخيرة اللي تسلمها اتحاد الكرة مؤخرا الشحنة الجديدة معظم اللي فيها أو الملابس اللي فيها راحت ليه المنتخب الأول هو ده اللي مدايق بصراحة تفصيلة مش حلوة مش حلوة يعني فيه حاجات بص إحنا كاك اتحاد كرة ودائما بقول كان فيه أخطاء وبدأت أو بدأ يتم تصحيحها روايدا روايدا فندعم ونساند بس يا جماعة الحاجات دي صغيرة الحاجات دي صغيرة لمها على طول ما نزعلش الراجل في بداية مشواره على حاجة فرعية جدا يعني هو مزعل على معسكر هو طبعا كان زعلان إن ما فيش مباراة ودية بس خلاص اتحاد الكرة يعني هيبدأ ينظم له مباراتين وديتين مع المنتخب البنيني لسه لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي ولكن الكواليس أولينا احنا في رقم 10 عرفنا إنه المنتخب أو اتحاد الكرة هيهدي هيهدي الراجل مباراتين وديتين يوم 22 و 26 سبتمبر الجاري عشان يحتووا غضبوا في الفترة الأخيرة وعدم حسم موضوع الوديات حسم الأمر خلص دي الحاجة اللي ممكن نتكلم فيها عايز وديات فتقول لي لأ لأ ينفع ما فيش وقت نقعد نزعل وندقى من بعض بس مش هندقى عشان ملابس يعني مش همشواره ولا غلطان احنا يعني كل الحاجات دي عشان دي الحاجات اللي يعني البديهيات يعني طبيعي يعني ماشي نروح ليه أخبارنا من النادي الآلي وكافة نسالة عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي حرص على الاتصال بمحمد الشناوي خلال وجوده في المنتخب عشان يتطمن عليه ويستفسر منه عن حكاية الأرقام وترتيب الأدمية واللي يمكن حصل كلام عليها في الفترة اللي فاتت الشناوي طمن عبدالحفيز وقال له أنه ما فيش مشكلة والأمور كلها تمام وما فيش أي مشاكل في معسكر المنتخب والشناوي لعب كبير ولاعب جيد ولاعب ما عندوش أي مشكلة ده محمد الشناوي أرقام محمد الشناوي لعب 35 مباراة مع المنتخب معدد دقائق 3103 واستقبل 31 هدف وخرج بشباك نظيفة في 14 مباراة دي أرقام محمد الشناوي في الموسم ده مش مع المنتخب في الموسم ده بشكل عام نكمل مع حضراتكم وكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الآلي عمل قاعدة للمرة التانية مع صلاح محسن علشان يقنعه بالموافقة على تمديد عقده وخروجه إعارة لكن صلاح محسن لسه متمسك بالاستمرار مع النادي الآلي أو الحصول على استغنى غير موجع استغنى نهائي وأنا قلت لكم من بالح أنه الآلي مش عايز يدي استغنى نهائي لصلاح محسن تخوفا أو خشية أنه هو ينتقل للزمالك في ريه دون مقابل عشان الآلي كان عارف أنه صلاح محسن قعد مع وكيل اللاعبين وكيل اللاعبين عرض عليه التواجد في نادي الزمالك الفترة القادمة طيب احتراما لمستقبل لعب كبير في النادي الآلي في معلومة مهمة كده من مصدر مسؤول في النادي الآلي أن لعب كبير عقده يخلص بنهاية الموسم لكن لجنة التقديد رفضة تجدد له بتقوله أنه مستوى متواضع وما قدمش حاجة تذكر السنين اللي فاتت تساوي الفلوس اللي حصل عليها لكن الأزمة والآلاء الكبير أنه ينضم لنادي الزمالك لو مشي خصوصا أن الزمالك بيتكلم معاه ولكن التقديد قررت أنها ترمي الكرة في ملعب كولر عشان يحدد موقفه النهائي خلال الفترة اللي جاي مين بقى اللاعب الكبير ده هنقول لكم عليه خلال أيام طيب في لعب النهار ده اسمه نوانيري بيلعب في أرسنل لاعب بيلعب في أرسنل دي مش معلوم لاعب بيلعب في أرسنل عنده كم سنة بكز معايا لاعب مع أرسنل النهاردة في مباراة في البريميال ليج وعنده كم سنة خمستاشر سنة ونص خمستاشر سنة ونص بينزل يشارك في مباراة بريدفورد النهاردة مع أرسنل كأصغر لاعب في تاريخ البريميال ليج أصغر اللعب يشارك في مباراة في تاريخ البرامير الليج الدولي الإنجليزي الممتاز كم سنة؟ تركز معاي خمستاشر سنة ونص ممكن تقولي الخبر ده مش مهم عادي يعني براحته براحته أرسن اللعب اللي هو عايزه ما احنا عندنا عبلي كده في نادي في مصر اللعب عنده تلاتاشر سنة كصة كده فاكرنا بتاعت الجونة يعني بس كانت كصة هزار مش كصة بجلعة لو بجد بس هي كصة هزار خمستاشر سنة ونص بيلعب مباراة فين بقى؟ في الدولي الإنجليزي الممتاز؟ أرسنر المتصدر للدولي الإنجليزي أرسنر المتصدر للدولي الإنجليزي مباراة في أواقل الموسم يعني مش الدوري حسن فأرسنر بيجرب مثلا لعيب أو أرسنر فقد الأمال في الفوز بالدولي الإنجليزي فبيجرب لعيب؟ لا ده في عز المنافسة بينزل لعيب عنده خمستاشر سنة ونص طيب احنا عندنا هنا لما اللاعب بيشارك مع الفريق الأول لنادي كبير عنده 23 سنة يقولك لعب سغير ومحتاجين نزبر عليه شوية ماشي نزبر يبقى عنده 26 سنة أجماعة بلاش نضغطه عشان لسه بياخد على اللاعب مع فريقه ماشي نجرب يبقى عنده 29 سنة نبدأ نقول مستوى حلو أو وحش يبقى عنده 33 سنة نقول الله وأكبر اللاعب نضغ اللاعب بتاعنا نضغ في الدول المصري 33 سنة الناس يا جماعة هناك بقت الحزبة عندهم في النحيتين يعني في النحيتين احنا هنا عندنا اللعيب لما بيكبر في السن نقول العمر مجرد رقم وقدم قدر يدي فيكمل لحد 39 و41 سنة لما نيجي بقى نقول تما تشاركوه عنده 15 سنة ولا 16 سنة ولا 18 سنة يقول لك لأ لسه صغير ما عندهش خبرة خبرة ايه دي كورة يعني يلعب وياخد خبرة تخيل بقى لما أرسنل مثلا يلعب عنده 15 سنة أولا النادي في المستقبل انت عندك مثلا خمس ست سنين هتقعد تستفيد منه ويبضل لعب صغير لحد ما يبقى عنده 20 و21 سنة هيفضل لعب صغير خمس ست سنين شوف ده بقى مثلا ممكن بكرة يجيبلهم فلوس قديه ممكن يجيبوا منه أرقام عاملة ازاي تفاصيل كثيرة 15 سنة ونص لعب في البريميال ليجي النهاردة مع أرسنل المتصدر في الدولة الإنجليزي في المباراة مهمة وما حدش قال أصلي ما عندهش خبرة أصلي لسه محتاجين نزبر عليه أصلي ما يقدرش يتحمل الضغط الجماهيري أصلي يا جماعة ما تحرقهوش فاكرين مش فاكرين عارفين الجمال دي اللي بتتقال طويل وقت لحنا فرحنا جدا بشباب الزمالك والأهل والشباب اللي شاركوا شوية في الموسم اللي فات عشان يعني الصغير فيه الصغير فيهم عنده 21 سنة 22 23 دول اللعبة الصغيرة بالنسبة لا لا لازم نتطور في حتة دي لازم نتطور العالم كله بيتكلم النهاردة على لاعب لاعب عنده 15 سنة في البريميال ليج مع أرسنال المتصدر اللي بينافس في أوائل الدول الإنجليزي يعني حبيت بس يعني أتكلم فيها شوية لاعب من موليد 2007 متخيل 2007 ده كان مبارح 10 سنة يعني صغير يعني صغير جدا صغير جدا يعني يعني خلونا نشوف النهاردة أرتدت النهاردة بعد المباراة قالوا أنه هو أول ما شافه في التدريبات وبصف يعنيه حاس أنه هيبقى مشروع لاعب كبير وشخصيته كبيرة وعنده إمكانيات جيدة بس قال أنه لازم يتمسك بالفرصة دي ويبرهن أو ياخد الرقم التاريخي دوت اللي هو أصغر لاعب في تاريخ البريميال ليجي وشارك وياخد الرقم دوت ويكون دافع عليه أنه يقدم مستويات كبيرة هو لسه البداية ولكن إحنا متوسمين فيه أنه يبقى أفضل في الفترات اللي جاية ده بالنسبة للاعب أرسنل اللي شارك النهاردة وزي ما قلت لكم حديث كثيرة وأمور كثيرة ممكن نتكلم معنا عن فكرة أنك تقدر تستخدم لعبين صغيرين في المستقبل والنهاردة ريال مدريد دربي مدريد يقدر يفوز على قتلتكو مدريد 2-1 وبسهولة تخيل دربي وبسهولة وفي غياب كريم بن زيمة رودريجو النهاردة سجل هدف أول في الدقيقة 18 وبعد كده بلفيردي سجل الثاني في الدقيقة 36 وقتلتكو مدريد جاب يمكن هدف فيه دقيقة 83 بس الأمور كان بالنسبة له انتهت حتى بعد الهدف اللي جابه قتلتكو مدريد ريال مدريد كان مسيطر وكان واقف على رجله وكان هو اللي عامل كل حاجة في المباراة ما تحسش ان قتلتكو مدريد مع سيميوني هو قتلتكو مدريد الكام سنة اللي فاته لا لا بعيد قوي وتحس كده ان الحكاية الحلوة ما بين سيميوني وقتلتكو مدريد قاربط على الانتهاء مش هو قتلتكو مدريد النهاردة المباراة يعني عادية ريال مدريد أفضل بكثير حتى لو في بعض الفترات كان قتلتكو بيحاول بس الريال وقف على رجله وتحسه في رقاءات قل ريال مدريد مع انشلوتي بعيد أوش المنافسة كبيرة بين انشلوتي واتشافن السنة دي ريال مدريد وبرشلونة الفرقتين عندهم لعبين رائعين صحيح الريال غب عنه كريم بنزيمة العمود الأساسي والرئيسي في الفريق والأغم كده ريال مدريد ماسك نفسه وبيقدم مباراة جيدة جدا هنتكلم كثير عن هذه المواجهة مواجهة درب بمدريد بين ريال مدريد وأتلتكو مدريد معز منا العزيز محمد عبد الوايب اللي هيخش معنا دلوقتي نتكلم معنه أو نتكلم معاه عن هذه المواجهة الكبيرة بين الريال وأتلتكو هو بعمل ايه؟ زكا كريم أخبارك ايه؟ أخبارك ايه؟ موضوك على سكل الجديد الله يتلقيك حبيبي أنا قلتك لم صح؟ أتلتكو تحس انه بقى بعيد جدا وأتلتكو مدريد جدا وتحس ان العلاقة بين أتلتكو والسيميوني تحس انه هي لازم بقى خلاص نتكي فترة حلوة فترة دا الشغف بتاعه سيميوني قلت وغير كده كمان جودة تشكيلة سيميوني قلت والمشروع اللي بدأوا من سنين مع أتلتكو مدريد بيقرب من نهايته وده باين كمان في سوق انتقالات أتلتكو مدريد في آخر يمكن 3 أو 4 سنين حتى مع ان هو خد الدوري الموسم قبل اللي فات لكن الجودة بتاعت تشكيلة أتلتكو مدريد عمالها تقل مع الوقت كل لعيب بيخرج مفيش لعيب بيقدر يعوضوا في الجانب الآخر غير كده كمان ان بداية الموسم ده بان ان سيميوني الحلول بتاعته خلص الحلول بتاعته اللي يجاري بيها الفرق الأكبر منه في المستوى سواء في الدوري الأسباني ريال مدريد أو برشلونة أو كمان على المستوى الأوروبي قلت بشكل كبير وده اللي غير معه شكله وخطته اللي بدأ بيها الموسم اللي لعب بيها المباراة النهاردة طيب ناحة تانية ريال مدريد كان السؤال الكبير ماذا يفعل ريال مدريد ما بعد بنزيمة بعد الإصابة الكبيرة لبنزيمة هيعمل لبنزيمة بنزيمة هو اللي بيسجل بنزيمة هو اللي بيصنع لها بنزيمة هو اللي بيعمل التحولات الهجومية بنزيمة اللي بيعمل كل حاجة في الملعب تقريبا مع إمكانيات كبيرة طبعا المودريد الشواميني وكورتوة غير بنزيمة ورغم كده لم يتأثر يا مدريد؟ موسى كريم هو ده بنزيمة وده أنشلوتي أكتر مدرب رايق في العالم ومش السنة دي بس على مدار السنين اللي فاتت كلها عمر ما أنشلوتي فقد الحلول وفقد تعويض أي لعيب حتى لو كان بأهمية بنزيمة أفضل لعب في العالم وأفضل لعب في أوروبا متعود أنشلوتي من حتى الموسم اللي فات أنه يتعامل مع الغيابات ومع الإصابات بشكل مؤثر جدا كمان ممكن يكون كخطة بديلة ممكن تكون أفضل كمان من الخطة الأساسية بتاعته اللي بيبتدي بيها الموسم شفنا استخدامه اللي فالفيردي أنا عالي بقى ونت تشرح ده طب تشرحولي على البورد وساهمني يعني بنزيمة كان لقى أدوار كثيرة وكان بينزيل كتير ياخد الكورة وكان هو المسؤول عن تحولات دفاعية وهجومية لريان مدينة النهاردة فقلا شفت شكل مغير اللي قال مديد في طريقة اللعب من فالفيردي وحتى رودريجو اللي بيلعب الدور بتاع بنزيمة بشكل مختلف مع فينسيوس ده حصل إزاي في المعنى؟ طيب مبدئين خلينا نتكلم كده الفرقتين بدأ أزاي؟ نحن نتكلم الأول عن أتلاتكو مدريد نحن نتكلم أن أتلاتكو مدريد بدأ بخطة 3-5-2 3-5-2 بالاعتماد هجوميا على جواو فيليكس وطبعا جريزمان اللي كان غريب جدا أنه هو يعتمد عليه النهاردة لأنه قبل كده كان بيعتمد عليه بعد ديئة 60 عشان عدد الدقيق وتفعيل العقد مع بارشلونا بدأ بخطة 3 السلاسي الدفاع بالنسبة لأتلاتكو مدريد الجودة بتاعتهم ضعيفة لأقصى درجة نتكلم على أكسف الفيتس اللعيب خط نص مش معتاد أنه يلعب واحد من تسلاسي الدفاعي نفس الكلام بالنسبة لمندافا وطبعا فليبي البرازيلي تسلاسي الدفاعي سهل جدا اختراقه ومش بيلعب مع بعضه كمان تتكلم على أتلاتكو مدريد على أتلاتكو مدريد بالضبط اللي كان عنده أفضل الأظهرة وأفضل المستكين الموجودين في العالم كلنا فاكرين جودين وكلنا فاكرين لوكس هناندز المتقلق دي بقى كم عبائم منه بس أقولك حاجة دائما دفاع أتلاتكو مدريد كان قوته مش في العناصر أو مش في الأفراد أو مش في قوالة الأفراد دائما في المنظومة أنا حاجز أن منظومة أتلاتكو مدريد من السنة اللي فاتت كمان مش من السنة دي فيها خلل كبير بالضبط مليون في المية زود بقى على الجودة بتاعت السلاسي الدفاعي أن الأظهرة اليمين والشمال كانوا مش أظهرة دفاعية ما عندهمش الجانب الدفاعي بالعكس يعني ممكن أجنحة هجومية كمان نحن نتكلم على كاراسكو ونتكلم على يورانتي نص ملعب أتلاتكو مدريد كنا نتكلم على جو كوندوكبيا وكوكي وطبعا يعني في النص الملعب يعني كانوا سلاسي نص الملعب وقدامهم طبعا جريزمان وإجواو فيليكس عبقرية بقى أنشلوتي هو في السهل الممتنى أنا ما بغيرش أنا ما بفتيش أنا بلعب بخطتي المعتادة 4-3-3 بس مع استخدام فالفيردي جهاز جوكر فالفيردي كان بيقوم بدور مهم جدا في ملعب أو نص ملعب ريال مدريد مش مقتصر بس على المسندة الدفاعية لا كمان كان ليه جانب هجومي وكان ليه جانب كمان أنه يقوي كارفاخال اللي احنا عارفين اللي هو مستواف التراجع بالنسبة للسن طبعا فالفيردي كان مع كارفاخال كانوا على قد ما بيقدر أن كان بيحرر مودريتش في نص الملعب وصناعة اللعب شفنا سنائية بقى وده تعويض بنزيمة شفنا سنائية بتاعة رودريجو وفينيسيس جونيور في الهدف الأول شفنا أن فيه تبادل شفنا أن فينيسيس هو اللي دخل في قلب الملعب وأن رودريجو هو اللي دخل ناحية الشمال وبعدين عكسه تاني في الأحراص بتاع الهدف الأول فحركة فالفيردي فالفيردي كمان في الهدف التاني أن فالفيردي كمل هجوميا بعد الكرة اللي خبطت في القائم من فينيسيس جونيور ورجعت لفالفيردي فالفيردي كان نجم المباراة بشكل عام كان موجود في كل حتة في الملعب حتى كمان خلى كارفاخال شكله جيد جدا دفاعيا وحرر مودريج وفي نفس الوقت كان الجنب الشمال هو الاعتماد الأساسي لأنشلوتي في الهجوم أنشلوتي كان مركز قوي يا كريم على فكرة ضرب دفاع أتلاكو مدريد وراء الأظهرة بتاعتهم وده شفناه في الهدف الأول وفي الهدف التاني أن الكور بتتلعب خلف الأظهرة خصوصا كمان أن يورنتي في الجنب اليمين وكراسكو في الجنب الشمال ما عندهمش قدرات دفاعية كبيرة غير كده كمان يعني سلاسي بقى يعني حتى خط نص أتلاكو مدريد ما كانش لقي نفسه سواء بنتكلم على رودريكو دي بول اللي ما قلتهش في الأول وبنتكلم على كوندوكبيا وبنتكلم على كوكي فأنشلوتي تعامل مع المباراة بمنتهى الهدوء على عكس كمان العصبية اللي شفناها بالنسبة للعيبة أتلاكو مدريد وجمهور أتلاكو مدريد واللي شفناها طبعا مع فينيسي جونير من قبل المباراة صح طيب حسيت أنه ريال مدريد استين محتاج مهاجم تفتكر ريال مدريد هيخش يناير ويجيب مهاجم؟ ما اعتقدش أنه هم محتاجين يستسمروا في مهاجم لو في مهاجم بسعر مقبول يبقى بيكمل معاهم اللي فاضل من الموسم وينفع كمان يشارك معاهم في دوري أبطال أوروبا كبديل لبنزيمة تمام وريال مدريد متعود على الموضوع ده على مدار السنين كتير فاتت يعني فاكرين أديبايورو فاكرين صفقات بتيجي في يناير بس لإنقاذ موقف لو فيه غيابات أو كده وتشاريته طبعا لكن أنا مش شايف أن ريال مدريد محتاج يستسمر في مهاجم بوجود بنزيمة وحتى كمان معاوضين بنزيمة لأن ريال مدريد مع أنشلوتي متعود دايما أن كل لعيب ليه أدوار هجومية ودفاعية بنفس المستوى تتكر سيميوني ممكن ما يكملش الموسم مع عتلتكم مدريد؟ يعني مش وارد لأن سيميوني من أكتر المدربين اللي بتحصل على راتب في العالم أن ما كانش أغلى مدرب في العالم أما أصدش أنه اللي يمشي هم اللي يمشون التخلص منه لتوابع مالية كبيرة جدا يعني نفس القصة مثلا لألاجري مع ليوفانتوس ليوفانتوس لو قرر أن هو يخيل ألاجري بعد الخسارة النهاردة قدام منزة يعني أخير الدوري إيطالي هيدفع 27 مليون يورو دي ثلاث سنين عقد لغاية السنة الثلاثة أسهلك أتعايز ألاجري يمشي؟ يعني لغاية من ثلاث أسابيع كنت مقتنع أن ألاجري ممكن يحول موسم ليوفانتوس زي تاني موسم لألاجري مع ليوفانتوس لما كان في المركز الـ14 وقدر يحصل على الدوري وكمل بالليوفانتوس السنة اللي بعدها وقدر يوصل لنهائي دوري الأبطال لكن أنا حاسس أن ألاجري ما عندهش جديد يضيفه مع ليوفانتوس عشان قلب الموسم بعد الخسارة النهاردة والموقف الصعب في شامبينزيج وفي نفس الوقت كمان فيه أزمة ثقة ما بين اللعيبة وما بين ألاجري وما بين مجلس الإدارة وما بين ألاجري وأولهم ندفة طيب آخر حاجة أسألها لك فضل يردك في اللعب أرسن النهاردة اللي شارك عنده 15 سنة والله يا كريم أنا بقلق يعني ما فيش لعيبة ظهرت في السن الصغير ده وكملوا يعني الواندر كتس في العالم نحن نتكلم مثلا عن لعيب أمريكي اسمه فريدي أدو فريدي أدو ده يعني تكلموا عليه ولعب وهو عند 14 سنة وسافر وكان يحترف كان هيروح مانشستر يونايتل أليكس فريكسن أجل شوية التعاقد معاه ده العيب كان كل العالم بيتكلم عليه انه هو شاركه عنده 14 سنة وشوية كان في الدوري الأمريكي والعيب ده تقال عليه خليفة بلي ويتكلموا عليه كتير قوي وبعد كده مسيرته ما كانتش بالقوة دي نفس كان بالنسبة لولكوت مثلا أعتقد ان والكوت كان من الناس لأصحاب الأرقام القياسية في السن الصغير اللي شاركوا فيه لكن مسيرتهم ما بتبقاش مع الأضواء ومع الكلام عليهم لكن أرسنل مشهور بالموضوع ده ومين عالم ممكن يبقى ميسي وممكن يبقى فريدي آدو صح يا كلام وبقى انشرفت ونورتك العاية دايما بستمتع جدا بتاقدك معي أشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هنستقبل كابتننا الكبير كابتن محمد عبد الجليل هليكم معنا لسه مكملين يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى وعودة حميدة ومبروك التغييرات الحلوة دي يعني أنا الدكور عجبني بشكر اللي عمل كده حبيبك كابتن محمد حبيبك كابتن محمد انت اللي بتنور أي مكان الله يكرمك كريم الله يكرمك طيب النهاردة الزمالك بداية جيدة في دوري أبطال أفراقيا وانطلاقة جيدة وتحيس كده انه الزمالك بقى فريق ناضج يعني هلعب بره أرضي جوا أرضي هلعب في الدوري شباب تشكيلة النهاردة بلعب بالتشكيلة القديمة يعني بدون التدعيمات الجديدة ورغم كده وقف عليك له بشكل كويس 2-0 وضرب الجزاء ضائعة كمان مبروك ناد الزمالك بص الزمالك خاتم عالي أو في الدوري الطبيعي انه لما يخش على بطولة أفراقيا في الأدوار الأولين يسيبك منه أنا أقولك الفرقة مثلا أنت شهاد أو لعبه في الكامير أنا شايف الملعب تحفى يعني الملعب بحل لا حالة فوقان اللي عبت الزمالك زمانت قلت وشوية الناشئين اللي بقهم عجبني بتاعت إيه الحاضر ولا بقهم حاضر فعلا كانوا مستقبل هم فعلا فيهم اتنين ثلاثة هيشتغلوا الشيء طيب الزمالك قادر رئيس عليها كابتن دور الجايف في مع فرقة إليها شوية ليه الزمالك عجبني ان الشيكبالة عارف الله أكبر يعني انت فهمني يبتدي بس الشيكبالة بس الشيكبالة طول وقت هو بيتحدى نفسه قبل ما يتحدى اللي حواليه برشيكبالة الطبيعي كان يبطل من أربع سنين بس الولد ده عمل قبك لنفسه آه لأن هو أحلى حاجة فيه انه كان بر قوي بولدي قوي بقى أهله دي ربك بيكرم فيه فان اليعود العودة دي أتمنى له التوفيق معين أنا قلت معاك ان أنا أتمنى ان يطلع من الباب الكبير أيوة ولكن لو فضل كده يشتغل زي الفل قلت الحمد لله أنا معجب ان الراجل اللي ابتدى بي زائد زيزو زيزو بيفكرني بنفسي سنة 94 ختم عالي قوي الدوري مش زيزو ختم جدا ولضمت في أول سبع مطشات كنت نمرة واحد بقى سألوا الكابتن جوهري قالوا عبد الجليل كان مطش السوبر قال لك عبد الجليل وصل فورما بدري قوي فانا بقول لك زيزو هيوصل فورما في خلال 4-5 مطشات طيب قدي اتنين طيب الصفقات اللي اتعملت شايفها مفيدة للخط الهجومي مفيد الوردي في نص الملعب برضو هيكامش مريمان أضاي والوردية طيب وعمر جيبر وعمر برافو عليه ودنجا ودنجا لا دنجا دي اللي عجباني قوي برضو يعني هيعود طريق حامد شوي يعني فكري برضو كويس زي ما انت قلت اتمنى ان الزمالك يكمل كده مطشات افريقيا مش سهلة دلوقتي حتى لو الفرقة سهلة بس انها متلعب بره باردك بتبقى الامور صعبة دي بقيت ميزة زي ما انت قلت في اهلي وزمالك وان احنا نلعب هنكسب بره مش راحين نتعادل او او نتيجة جباية خلاص برافو عليك نتيجة جباية فوز اشتعادل بالزبط كده فاتمنى نادي الزمالك ان شاء الله التوفيق الاهلي هيلعب مع بطل وقسب النهاردة فرقة كويسة اتمنى الاهلي ان شاء الله بازن الله برضو خش وتمنى نهائي كرن فعلا يا اخي نهائي كرن اه يعني جميع بالمناسبة يرعيك في صفقات النادي الاية لحد الوقت بص بنتكلم في شادي حسين اه بنتكلم في برونو سافيو البرازيلي وبنتكلم في مصطفى ميس مصطفى ميس مصطفى ميس عندو كم سنة تحت السن سوهاير سوهاير عشرين سنة تحت السن اه يعني 2001 مسلا اه 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 يبقى تحت السن يبقى نقول صفقتين اه ليه بصده ناشئ بس هيلعب مفروض يلعب اساسي مفروض يلعب اساسي لما جيب ناشئ بالمبلغ ده هو العيب كويس تفتكر انا فاكر امير سعيود طبعا جيبناه وقده كده اه اتحرق في خلال سنة شفت مكسر ايه ازاي ده ده ضرب الجزائر عشان حريف اوي شفت مكسر الدنيا سان اللي فاتت ازاي في الجزائر مع المتخب ومع فرقيته شعبت القوائل فالولد ده وكريم الدبيسي ده 2003 هو العيب كويس جدا برضه ناشئ تاني الاتنين دول بكام 25 مليون طبعا تبقى في القطاع الناشئين في النهاية الاهلي لا منفعش 25 مليون دول ممكن اجيب بيهم واحد تقيل قدام اه طوصل ان انت لما هتجيب العيب ما هتجيبش عيب صغير تجيب من قطاع الناشئين طبعا اصل انا هشتري من ناشئين ليه طبعا انا عندي قطاع انا لو اشتري اشتري واحد يشلني السنتين دول واحد تقيل واحد زي اللعيبة اللي شفت السؤال عكسى كابتل محمد انا المفروض اصل لما تلوح تشتري مش عيبة صغيرة تبقى مشروع بقى معاك تكمل معاك طريق تعرف تستثمر فيهم لو حبيت تبقىهم لعندية أوروبية ده انا لو جايب كم صفقة 7-8 صفقات لو انا حاسس ان الفرقة اللي عندي لا يعني موجودة انا معاك انا معاك ان فيه ستة لو رجعوا المستواهم الناد الاهلي مش يخسر بطول مع شوية التدعمات اه طبعا مين هم ست الستة اللي هو مسلا شنوي اه علي معلول علي معلول ده اه ما فيش غبار عليه عمل السلية السلية حمد بفتح قال لي ديانك افشا شريف ام دول ستة ام دول لو رفوا مستواهم واحد من حسين او طاهر او احمد عبدال لاننا ما اضمنهمش يعني شوية كوية سين او شوية نعم تبقى عندك شهد حسين وعندك مستقل مانا بقولك غير التدعمات وعندك اه اه برونو سوفيو عارف ايج برونو سوفيوو بالضبط السنة اللي فاتت بس У başka يمكن هو اوصل لمستواه كويس كده بس هو اللي قلقني منه ان التامن انتقالت في تامن سنين يعني بقودش في ناضي سنتين ما دي برضو مش حلوة قوي يعني على الأقل أعود لك سنتين ثلاثة في نادي يمكن الأهل اشترأ أنه هو فعلا أحلى فترة لبوليفار دوت بتاع البوليفي هتأمل أنه يبقى صفقة كويسة فنما أنا بكلمك لازم الفترة الجاية صفقات الأهل تزيد ثلاثة كمان واحد أفريقي كويس قوي واثنين مصريين أو اثنين حد سوبر يعني من اثنين مصريين سوبر ما أنا قلت لك يعني أنا شايف والله في لوحد بقى يفكر دلوقتي ليه قولي ليه ليه بطل الصفقات السنة دي السيراميكا البنك الأهلي ام بي بيش عارف ايه يعني لو بصتلي فيوتشار بيراميز أهلي وزمالك صفقاته ثلاثة أربعة بس الباقي كله يعني أنا السيراميكا دي بطل الدوري في الصفقات عنده أربعة خمسة سوبر الأولانيين والاثنين التانيين عارفهم في الممتاز بي ممكن يطلع واحد فيهم كويسة قوي يعني أحسن من دول والبنك الأهلي هكذا وي وي فتدعماتك كابتن انت مواطليش من السوبر انت مش شايف سوبر في الدول المصري لا أصلا لما أقول لك سوبر وطولت تفكر وبعد جدا بغير الكلام فأنت ده حسست إنه أصلاو سوبر هيبقى باين فهتقول ده حد ده وما فيش ولو فيه الأهلي مش يلعب علي لوحده طب الأهلي جاوهم سوبر ولا زي ما بتجيب لعيب قليل وبيعغلة قوي فبيتبيع وبتكسب خلاص إنما واحد جيبته ما ضربتش معك خلاص مش مشكلة أنا فيه بس فيه نقطة يا كابتن محمد أنا أشك بعد ده أنا عايز دلوقتي صلاح محسن أنا مش محتاجه فأنا عايز نسيبه بس عندي عروض ممكن أبيعه أو أعيره بفلوس أكسب منه صلاح محسن رافض للبيع ولا الإعارة وعايز ياخد استخدام نهائي لما أنت كده صلاح محسن برضه بتضرر إنه دي الأهلي إنه حد تانية ما عنديش مشكلة إنك تمشي ما هو أنا عايزك تمشي وإنت عايز تمشي عشان ما بتلعبش بس منه استفيد هو مش من حق الأهلي يستفيد من حقه ما هو الأهلي زي ما هو يبقى حنين على الناس لازم اللعيبة برضه تبقى حنين أشواء زي ما أنت قلت يعني صلاح محسن ضحي شوية ده ندي الأهلي جايبك بمبلغ كبير صحيح فأتمنى الحنية بتاعت اللعيبة دي تبقى لأن الأهلي بقى حنين أستخد بالك الأهلي برضه لو طلع تصلاح محسن فري بلاش هيرروح الزمالك أو بيرامد مش بس عشان يروح الزمالك تلاقي بقى الناس كلها تقول لك هو ده بقى لقى الاشتراك باربعين مليون سيبتوا ببراش الأهلي حينتقط كمان طب ومن إمتى الأهلي بي نزعلش مني مايفرقش مع النقد طبعا بيعمل الصالح للنادي الأهلي الصالح للنادي الأهلي إنه هو عايز يأيده أيده ما يأيدوش خلاص الصالح إيه الأهلي بيعمله مالوش لعب النقد انت خلاص الولد مش هيقدر يلعب معك تاني بعد اللي حصل الشرخ ده حتى لو قعد مش هيقدر هي المساومة هتبقى في إيه أنا وديك أعارة بس لسان عظيم عندك كارتة على اليمين وكارتة على الشمال ده وده أه اسحب واحد من هنا وواحد بين هنا أو اسحب من هنا على طول اللي انت عايزه ماشي تختار إيه واحد واحد خلينا في أهلي اليمين إن شاء الله بيسمعه دي إيه حاجة جديدة دي لعبة جديدة ده مع اللي غير التشكيل ولا إيه في نار بتطلع من هنا وموقف حصل معاك في الزمالك مش ممكن تنساه حل موتش الأهلي والزمالك أول سنة لإيه انتقال وكت عامل 25 دقيقة طحفة وروحت عالجون انفراد وضاعت فكان اللي ماسك الفرقة كابتن فاروق جعفر وكابتن أحمد رفعت الله الرحمن كان مدير فني وكابتن فاروق يعني كانت نين مدربين وكان يعني موضوع كبير قوي فخرجني في المباراة دي كابتن أحمد رفعت بتوصية من كابتن فاروق عمله كده آه لأنه بعد كده كابتن فاروق قال لا أنا اللي قلت له أصل انت بالدفعش قلت له انت منزل محمد صبري مكاني يعني صبري اللي بيدفع حاكي اللي بيدفعش لا ها كان مقرارك ليه آآ بأمانة آآ كابتن فاروق كان في مشاكل بينه من كابتن أحمد رفعت الله يرحمه بقى يعني عارف أصل انت جايب اتنين كنا فرقة الأحلام كنا فرقة قيلة قوي طبعا فمعرفش حسيت ان الكابتن فاروق عايز يغرق الكابتن أحمد أصلا يعني خرجك في مطش كمه عشان يغرق الفرقة والله آآ آآ يعني أنا آآ يعني كابتن فاروق لا مش كبير والله آآ كابتن فاروق كان مسطورة نادي الزمالي يا سيدي على راسي بس هما كان فيه مشاكل كبيرة والناس عارفة كده انت فهمني فاروق كفر قال له خرجه ما بيدفعش فعرفت بعد كده ايه خرجني لانا رايح عجهون ويوي فأنا حسيت ان الكابتن فاروق كان عايز يغرق الراجل ده لا يا رحمه اللي بعده اللي بعده يا من قولها ده ربنار كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم رأيك ايه في قرار الأهلي بدفع غرامة كهرباء واستمرار اللاعد بص انا اتكلمت في النقطة ده كابتن اللي بيمشي من هذا الأهلي ما بيرجعش بسهولة خلص هاتلي على مدار الواحد ميشي ورجع كان كويس يعني ايه ميشي من النادي الأهلي هو خرج إعارة يعني خلاص طلع طلع يعني بص طالما طلعتك إعارة يبقى أنا مش محتاجك معايا اللي مدت سنة بس ممكن أحتاجك سنة تانية أوكي المبدأ ايه أنا جايبك وعيدتك وخلاص انت مفروض ان انا هحتاجك فهتلعب مش خلص انا مش محتاجك فأعارة دي مش هيه أنا كابتن فما بيرجعش بسهولة اللي بيعمله الأهلي مع كهرباء ده ما حصلش بجد أنا بحب كهرباء جدا لعيب كهرباء لو رجع لمستوى من أربع سنين هيكسر الدنيا في مصر بس هو مش عارف دي حاجة الحاجة التانية الأهلي بقى حنين زمان اللي كان يبقى مش متوفق وآخرها مع صالحة جمعها خلاص حاولوا معاه مرة واثنينة خلاص شكرا ما فيش مشاكل المرة دي دخلة في موضوع عند ده أنا حساسة مع كهرباء لا عند مع الزمالك أنا جايب كهرباء زي ما انت بتقول أنا هبيع صلاح محسن هم هيقولوا الناس هتقول ايه ده ازاي دولة عيبة 40 مليون جيبتوه خلاص ما نفع شكرا كهرباء انت هتدفع له الغرامة دي هم قدي ايه عشرة هم والله 15 مليون اكتر اكتر اه 8 مليون دولار ايه 2 مليون دولار طيب الـ 2 مليون دول أنا زي ما بقولك روح اجيب لي عيب زيتو عال هلال دول عال شفتوهم في الموت عال قرود يعني وديلو الـ 2 مليون مع الاحترام لكهرباء بس لما بتخش في حتة ان انا لأ عشان ما يتقلش دي لأ مش هلو هم الاهل فوق الجميع فلازم تبقى مصلحة الاهل طيب في رائش يقولك انه مم كهرباء اشترى النادي الاهل وكهرباء ربما يكون ضحة للنادي الاهل وكان فيه امور لا علاقة بسبب الغرامات ومشايا من النادي الزمالك واحترافه وعودته مرة اخرى وانه يلعب في النادي الاهل فهو راجل ضحة بكثير من الامور عشان يلعب في النادي الاهل لو النادي الاهل سابه دلوقتي يبقى كده ضحة بكهرباء رغم التضحيات الكبيرة اللي عملها كهرباء للنادي الاهل ده رأي رأي تاني ده رأي ما الرأي تاني انت قلت ده رأي ايه رأيك في الرأي ده لا الرأي تاني دي انا مش مش يقول معنوية كابتن الاحتراف انا اشتريتك انت اشتريتني انا اديتك وصيادتك وعملتك نجم وديتك فلوس وانت وقفت جنبيه وجبتلي جوانه الموضوع نسبه وتناسب الاحتراف ما فيهوش بس مش قربك النجم قبل ما يجي الاهلي ما انا بقولك لو من اربع سنين جاب مستوى ما انت ما فهمتش من اربع سنين اربع سنين كان قبل ما يجي الاهلي لو جاب المستوى ده لا يكسر الدنيا بس انا صعب ان واحد يقعد مستوى اربع سنين غير 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 كان فيه شوية مشاكل صغيرة عملتها مش صغيرة بس نمشيها صغيرة كل ده خلاص دي زمان في النادي الاهلي لا يعني انت ضد فكرة انه كهربا يكمل معنا ده لا خالص وانا بحب كهربا جدا اتمناله يا رب يروح حتة ويلعب فيها يروح بقى ام بيروح المقاولي بص يرجع كهربا تاني بعيد عن الضغطات بعيد عن ده بس هي دي اتمناله كده طيب نسحب واحد كمان يا عم انت سهلة ايه يا سيئلة لا انت سهلة لحنا وقفنا في سؤالين و الله ارحمه المايستر الصالح سليم قالك ايه لما شافك في النادي ها الله ارحمه انا بص الكابتن صالح انا عادت حوالي 14 سنة في النادي الاهلي وبعدين قاعد فانا وقل بس اصلا السعيد دخل فبعد رب كده لقيت الكابتن صالح ليه هيبقى الله يرحم انت عارف اللي وقف كده عارف كان عندي كام 22 سنة يعني كنت لعبت منتخب بص أليه وهو بيأكل زكا عبدالجليل أسمع وانا كنت ساعدا منتخب مصر قالك أسمع ان انت لعب كويس فشدي حيلك ومتعملش مشاكل وهو بيأكل آه يعني انا عارف منتخب مصر بقالي أربع سنين بلعب نجمة بقى نجمة آه يعني أنا بيت مش عارف أقول له حاضر أسمعك مع ناسف يا هتحس انك صغرت أنا جاي لك نجمة أنا جاي لك كبير بس تقول اللي تقوله انت صالح سليم انت لو قلت انت ما جبتش ولا جون هقول لك كوكي لسه تبدأ معانا هنا كورة بس شوف العلاقة انا بحبه لا وبقى لأ منه مش بحبه عشان عايز منه حاجة ده أحمد الله على اسم كبير وتاريخي في الكرة المصر ده أحلى سؤال والله يلا بيأكل بقين كانوا عشين لا بقين اللي خمين آه ده أحنين أصدت حط صالح سليم يعني الحنية طلا بس دي حنية بتاعت صالح بقى الله يرحمه بترسل بتاعت العالي بقى حنين وزعلان آه لا بس بتاعت صالح حنية في الحق إنما الحنية الأيام دي يعني عدم إدارة شوية إنما دي لا مفيش قلبه جاحد كان الله يرحمه بس في الصح رحمة الله علي إيه اللي حاصل اللي حصل غلط إيه اللي حصل غلط مع سوارش لازم كلها يحذر منه يا عمي ده أنا سمعت إن سوارش بيزرع شعر دلوقتي ومنزل آه بوستر مبارح على صفحة إن هو بيزرع شعر طيب ربنا هيسعده ربنا يزيد يا عم بفلوسنا يا عب ربنا يزيده اللي حصل مع سوارش إن سوارش تورط آه إنه لعب ناشئين فاعم والناشئين ده اللي لعبوا قبل كده الدورة الودية اللي هي الدورة قصدي بتاعتنا طيب سوارش ظلم ولا آه هو ظلم لا هو لا ظلم ولا مظلوم لا ظالم ولا مظلوم بأمانة آه سوارش مدرب مش وحش بس لفرقة زي في وسط الجدول من الفرقة اللي لسه صعدة فيها مش أهل لا 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 ولا أهل ولا أي فرقة حتى بتنافس انت فاهمت؟ اشتكي الأهل لما اختروا اختروا ليه؟ اختروا عشان تسرع بسرعة لأن ما كانش في وقت ومسيماني مشي وعايزين يغطوا حتة مسيماني مع إن ما مسيماني خلاص بطايا النسيان كان ممكن ساني يكمل لنهاية الموسم ونجيبنا كلها بس قدر ما شافع خلاص لو المستقبل مش المستقبل القريب يعني مستقبل البعيد لو لعلي فكر يرجع مسيماني تاني هتبقى مع الفكرة دي ولا لا مش هتتقرر بتاعتماني والجزية لما مشي ورجع وكسم البطلات لا ليه؟ لأن مسيماني ماشي نجح قوي بس كان مبوص فرقة وأنا كنت دايما نقول لك الكلام ده وانت تقول لي ازاي ما عندناش؟ ازاي تقول لي تسعة تغيرات فكر؟ طبعا طبعا ولسه مصمم؟ يعني مسيماني لو رجع ما ينجحش مع الأهلي؟ ما اعتقدش لأن الكواليتي اللي موجود مسيماني مفنش عليهم كولر متفايل بيه؟ واحد مسك منتخب النمسا أكيد عنده حاجة وطلحها في التصنيف شوية سيبك من القندوق لأ منتخب النمسا ده مش سهل طبعا فأكيد عنده حاجة ولكن الواحده ما يسقفش لازم فرقة لازم صفقات أتمنى عودة السبعة تمانية اللي قلت عليهم يفوقوا لأن دول سوبر ناصر تعاني نشوف سعلي كمان حلو الأسئلة هي سهلة أه لا 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 منوعة حالو بدأت تلطف هاي بدأت تندع بدأت تندع صفقات الأهلي اللي تمت شايف إنها مفيدة للأهلي نتكلمنا فيها يلا سيب ده وناخد اللي بعد تكلمنا فيها بيه بنا يكرمهم هو أحسام حسن ممكن أوبا يدرب الأهلي في يوم الأيام ولا مستحيل سهلة لا سهلة إيه حسام دلوقتي مشكلته مش مع الأهلي لأ جماهير الأهلي خليتني صريح معاك يعني حسام أي فرقة تتمنى بفنياته بروحه بقلبه أي فرقة تتمنى حسام وإبراهيم وإجازة ولكن المشكلة دخلت دلوقتي إن زي ما قلت لك اللي بيمشي ما بيرجعش بسهولة حتى لو ما كانش عمل حالي ما بيرجعش بسهولة حسين صعب عندك قصة حلوة إنت مع كابتن حسام حسن في مص المقصة كتير لا لا في تسم قعد سنة مع بعض عندك شوات كواليس كده مستخبين كنت إنت بتدرب مص المقصة وبعد كده تجيك كابتن حسام حسن في حاجة قصة كده حلوة الأجواء والحوارات فكرك ولا إنت فاكر ومش عايز تتكلم لا والله معاك كده موقف يعني ممكن أفكرك يعني كان فيه أوتوبيس انت كنت بتركبوه انت في مص المقصة لو ما جيك كابتن حسن حسن كبت أنا من جوه عاوي أنا من جوه عاوي احنا أنا مسكت فترة طريق إيح يمشي وتمدير فني خدت البطولة اللي كانت ساعة السورة في بطولة أم بي عملها خدتها كان فيه سبع فرق في الدولة خدناها وبعدين اللي عدت أول أربع ماتشات وإيه جابنا كابتن حسام حسن باوي فأنا آخر ماتش كنت هلها بغادي دجلة عندي في الدفاع الجوي الدفاع الجوي كنا معسكرين هناك فالطبيعة هي ثلاث دقائية أربع دقائية لغت الاستاذ من الفندق يعني عزيم فمزلت لقيت جايبين لأوتوبيس اللي هو الزغير ده يا جماعة مش متعود على كده ما قالوا معليش يصل جوه هنا فأنا قلت اللي عايب عايب كل واحد ياخدوا عربيته وخشوا على الاستاذ فجيك كابتن حسن حسن مزلت من الفندق وراحين الماتش لقيت طيارة وقفة عارفت التوبيسات اللي هي عاملة دي سد الفندق خال فبصت للإيذارة كده قلت اه يا بلد يعني حلال والله حرام كده جايب لي طيارة اه يا بلد يروح تداحك مرضيتش حتى أقول له حسن ساعد بس كان في لعيبة برضه كان بتتعامل معاك بلطافة ولما جيت كابتن حسن حسن اه يا لهوي أصلي كان فؤاد سلامة والفيوي اللعب معايا كتير كانوا عاملين معايا شغل كويس فكنا والله يا كابتن أول ما جيه كان بينزلوا عالغدا قابليها بنص ساعة بس عارف اه يعني انزل قابليها بخمس دقايق مش عارف ايه بقى في ايه شوية حسن ما عندوش الحتة دي فانا انزل قابلهم كده واضحك فاحسن بقول لك اتحك ليه اقول له عاصل عالدي بص بقى لهم نص ساعة متزن فيك كابتن حسن برضو بخوف لا هو استيال الجهري وده نجح هو نجح ناخد سؤال تاني لا انا معرفش اه 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 انا حكيتها كتير اصلي بقول لك ايه انا نزلت لطويس قد كده ودلت المرة اللي بعدها لقيت طيارة وقفة عبد الجيل كان بيقلق من مين في معلمين الاهل زماني بيقلق من المعلمين يعني لا هو اللي كنت بقى منه هو لاعب كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه يعني كابتن ثابت كان لعيب معانا وكاننا بنلعب اه كانت حسنه هو مدير الفني هو مدير الكورة عشان كده انا ببقى مدير الكورة يستاهل كان كويس ناخد سؤال بعضه فالله يرحمه كابتن سابق وتتعبدله يعني ورأيك في رحيل احمد ريان واللي قاله عن اللي كان بيحصل في قطاع النشئين انا اسمها انا عجبني الولد قوي عجبني جدا لانه ولد مهزب ومتربي هو اصلي ياسر ريان والده احنا يوم جوازي يوم جوازي ياسر هو عنده اهاب اللي اكبر منه بسنتين ده من جيل ياسر احمد اقل منه بسنتين اعتبر ابني يعني عمد ما قابلتوش غير المرة والمرة ماشر انا ما كانش معه ان هو انت شوف انت بقلتلي ايه حلو ان انا اشتري ناشق من برة اتنين ناشقين ب95 ميليون عشان المستقبل طب انا عندي واحد ابني واللي هتقول له خده هياخده مع تجيب شاد حسين برضو انا بحب الولد ده قوي وتدي فرصة ريان لانه صغير طب لو انت قلت مضطر يعني سيروميكا كلوبات رأيت لك يا تديني احمد ياسر رياني ايما ما تخد شاد حسين بلغب حب لشاد حسين بس لا احمد اثبت انه هو فروت كويس فانت قلت مع فكرة ان احمد ياسر رياني يكمل مع النادي الاعلي حتى لو الاعلي اضطر ما يجيبش شاد حسين اه طبعا 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 بس لو كان فيه امكانية اللي اتنين اه لا حسن معلومات انه سيروميكا كلوباترا كان كلامه موضع شادي ومصطفى ميسر احد الدين احمد ياسر ريان اولا بس انا كنت بتكلم ابني اهلترس هلاوي اوي يعني فكنت بتكلم معاه في الحتة دي وهو بيحب شادي اوي فقال لي بصوا اه شادي اه احمد ياسر خد فرصة سنة قلت له ملعبش قال لي برضو خد يعني مو مو مجدش معاه نمى شادي اه لسه ممكن تجربة يبقى مقصرة الدنيا اوي ام تقول له صح فاقنعني بصراحة نشوف نشوف سؤال كمان اه ياريتنا كنا جبنا سيرة عشرين جنيه عم شادي هل شادي حسين يكون مفيد الفريق وسافيو البرازيلي تفتكر هينجح مع الاهلي خلينا شادي لو خد هينجح 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 شادي عنده مستين قوي هداف امم وفي عنده حاجة بنتي لسينا هو التراس اهلاوي كان بيعط في المدرك امم كان مع ياسر ابني كانوا بيعطوا بيشجعوا امم عنده روح اوسودي اه نوه الواحد كان بيشجع امم بيحب الفرق امم بيلعب امم امم فانعرف انه فديها مفيدة اوي برضو بسياخ سافيو البرازيلي بغتك يا وخي لأن ما فيش واحد لاتيني علم معانا في مصر كأهلي وزي ما يسيبك من كينو كينو كان عارف جاي يعمل ليه بالبرازيلي لو كينو كانت أرقامه برضو كبيرة أوش اتنين مليون لا كانت أكتر أكتر مين ده كينو حسب الكلام اللي كان معرن وقتها اللي في الإعلام يعني كانت بعشرة مليون دولار لا يبقى الأهلي بقول لك يبقى الأهلي خلي فيه نابقوا اتنين مليون وتلات خلينا في فرزي تاني دول السافيو ده ممكن يكون فرزي تاني برازيلي اه ومش وحش فرز تاني برازيلي يعني ممكن يبقى سوبر هنا هو بالمناسبة يعني هو الفرز الرابع البرازيلي بيبقى حلو انا مش عايزة أقول كده اه لا اهو الفرز الرابع في البرازيلي بيبقى حلو حلو قوي اه بس خلينا في التاني ناخد سؤال كمان دعبت من السئلة دي اه لا عشان نخلص بقى ولا لسه في واحد واحد لسه معنا وقت اه جمالك النهاردة لعد انت هو انت مش شغال في الاهلي فعلا عشان ختمت مشوارك في الزمالي والله انا بحيلي كده بالسؤال ده اه انا مش شغال في الاهلي سيد احمد حسين زمالنا في الاهلي والله برافو احمد لان انا بقى لي فترة بتكلم اه الدرامالي الدرامالي ده حبيبي قصل الدرامالي ده كمان على قديمه اه طبع يعني ايام انا بلعب اه كان هو بلعب بسيقعد يقول لنا طبيس وهم عدي وانتوا راجعين اه وكان عمه وهو فكان يعني مستازنى اه يعني حاجة مستازنى ده رئيس التحرير طبع فانا مش شغال في الاهلي لا مش عشان ختمت مشواري طب ما هو زكريا ختم مشواره في الاهلي وايمن شوقي من عز حبيبي ختم لا يعني مش مسألة مش كده اه انا مش مش بروح عند الاهلي كتير او ما بروحش العفاري الشمس معاهم او ما بعرفش اطلب حاجة من حد بس كريم لما تنجح في مكان في 12-13 سنة منهم 7-8 سنين رئيس قطاع ناشئين كامع المقصة عالمقصة وافتخر ان انا طلعت اتنين في السبع سنين لعبوا منتخاب مصر ياسين احمد ياسين والاخير اللي هو بعت له الحمد لله وهو محطوش في القائمة بس اتمرم معهم حوالي 4-5 تيان هشام حوافز الباكريت 2001 هو موجود في المنتخب الون فالاتنين دولار فاكيد انا عندي حاجة كويسة حيطة بقى مش شغال دي ده يسأل عليها ادارة الاهلي وانا اتكلمت كتير يعني القطاع الناشئين الكلام اللي بيتقال فيه لا مش هلا مش ممكن يبقى اللي موجودين افضل مانعيز فينا انا بقول لك كده يعني لا 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 بس اصل من وجهة نظر انا بتدهيش اشك في كده لان اللي موجودين مش ولاد الناد الاهلي والاهلي لو ما بياخدش 3-4 بطولات في الخمسة 6 اللي بيشارك فيهم يبقى مش قطاع بجانب يبطلع العيب السنة دي ما خدش غير بطلتين بس فممكن يكونوا كويسين بس انت لما بيبقى الفرقة دي مسكها واحد هتقول انت ترد تمسك فرقة ناشئين اقول لك لا مرضاش طبعا بس ممكن ابقى مشرف على فرقة دي ويا سيدة عين مدير القطاع اللي انت عايز تعينه بس تجيب 5-6 زي عبدالجليل يشوفو لك والمدرب يشتغل ليه الولد لما يروح البيت ويكتب على جوجل محمد عبدالجليل احداث مثلا او اي حد اقوصان ويشوفك وانت بتشيري الكاس والبطولة ما تيجي تقول لهم لازم ناخد بطولة ولازم وتبقى ممكن صحية عكس واحد كله طموحه ان كان يتقايد سنة بس يتقايد او واحد جاي من بره من نادي كله طموحه ان يبقى فوسط الجدول هتقول لي الولاد ايه صحية دي حاجات قبل الفنيات رئيس القطاع خالد شغال بس لازم ينقي ينقي نوعياته اللي ينجح الزمالك ايه في اكتعات حطين مشرفين قدام على الفرق حتدوا يطلعوا ناس انا بوعدي عن نادي الاهلي اللي علامة استفهام مش عشان ان انا رحت الزمالك ناخد السؤال اللي جاي توقعات اكال كلر هيحتاج وقت قدية عشان ينجح مع الاهلي كلر هيحتاج لازم سنة كاملة بس هيدي عاجات بسيطة على فيرر بس لو اللي انا قلتلك عليهم دول السبعة تمامة اللي عيبة دول فاقه مجا ساكسوالي مم الاهلي والزمالك في السوبر مع نهاية شهر اكتوبر يعني لو الاهلي خسر هزي المواجهة كرار هيبقى عنده مشكلة لا خالص جامعه رية ايه مش مكناعنا مستقبله اه بس العلاقة المبدئية بينه وبن الجمهور هيبقى فيها خلال الجمهور الاهلي ها كابتن دلوقتي عارف عنده حصانة بقى في افهم يعني لما جي موسيماني وكسب وي ما جي فيلر ولا ايه وعمل وي وي جي موسيماني كان قلقانين شوية لما خد بطولات يبتدوا يفهموا لما جي بقى السوارش لما جي اه كزا واحس السوارش معليش انا بقولك حتى لو بيلعب بالفريق كبير القدام اللي ما رايحوش كانت النتائج واحشة ليه مفيش طريقة لعبة هو عندهش طموح زي ما بكلمك على مدرب النشئين اللي عنده طموح النشاء انا ييجي الناد الاهلي لازم واحد يكون ااخد بطولة مم السوارش ماخدش هلا بطولة ولا دورة رمضانية هناك في غامنين مم بالبرتغال بقى انه بس كلها انت شايف انه لو خسرة في مباراة السوار مش تفرق معه مع الجمهور لا خلاص الجمهور حاسس وعارف ان الظروف مش حلوة حاسس ان الصفقات محتاجة تدعيم اكتر حاسس ان اللعبة دي هيصبر عليها بس انا بقولك مين بديل العلي مع الولي مين بديل محمد هاني ادي اتنين هم فين بس اكرم رجا برضو انا مضمنش يرجعه كريم فؤاد او في قائمة منتخب كريم فؤاد بصراحة ناهي الموسم مع النادي ناهي كويس اوي بس هو الراجل برضو عارف اختاره ووسع القائمة يعني قاعدة ليه دول اللي كانوا بيلعبه في مين نقطة الاسماء اللي هفلت نظر في قائمة منتخب مصر محمود حمادة محمود حمادة الراجل ده بيفهم كورة محمود حمادة برضو من المقصة من عندنا الحمد لله لعيب كبير اوي لعيب رايق كده بس ياخد ثقة وياخد الخبرة الدولية على رأيك مش هيب يقول لك حسنو ما عندوش خبرة عجبتني جدا انت ما يبع عندو خبرة انت لعب في ارسنل بيلعب خمساشر سنة هو بص ممكن يبقى زم انت قلت انت ممكن يبقى ميسي وممكن يبطل بده ولو بطل بده دي عشان بيتحرق بقى يعني عارف بيلعب له عشر اتناشر سنة وبعدين ده عندو كم سنة يقولك عندو 24 سنة وبقاله كتير بيلعب ميدو لما اعتزل لو عند 30 او 31 سنة ميدو احمد حسن ميدو اه احنا كنا حاسين ان هو كبير اه لانه اللاعب وانو سبعتشار سنة وستاشر كمان معنات زمان رفع عليه ما يطلع كمان سبعتاشر لجند وخلافه ايوة بس تحسنو بيلعب بقاله كتير بقاله زمن عشان حسن لعب اسماعيلي وانو سبعتشار سنة واحمد فتح واحمد فتح بس حسن يعني جات في فقبل ما يبطل كده بسنة تقفى بقول لهم يعني كبر في اتاري كان ساعتها عنده اتنين وتلاتين سنة فقابلني قال لبطل وانا اتنين وتلاتين قلت له والله انا فاك ركبني عجوز عندك تسا وتلاتين سنة اه بلا كتير عشان لعب بادري قاله صح صح كابت المحمد دايما مشرف ودايما مناور دايما جدا بسعد بالقائم حبيبي وانا مستعمت عن النهار ده حلو الاسئلة دي جميلة اه عجبتني بسرع شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستقبل سدزة رامي رجب وحامد وايج دي نتكلم معهم في كثير من الاخبار والكواليس خليكم يعني بحراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة على الاصدقاء الاعزاء رامي رجب وحامد وايجني نتكلم معهم في كثير من الامور والاخبار وايضا الكواليس وبالتأكيد ما لها علاقة بالصفقات الجديدة اللي حضراتكم كل يوم مستنينا في الوقت ده من الموسم لحد ما يبدأ الموسم ان شاء الله استاذ رامي مشرف ومنورك العزي بني خليك اخبارك ايه كله بخير كله بخير كله تمام حامد مشرفني ومنورني لأول مرة وسعيد جدا بتواجبك معا بنورك يا كريم ده انا اللي سعيد جدا انا موجود معاكم موجود مع الاستاذ رامي وان شاء الله نكون يعني خفافة على حضرتك وعلى المشاهدين ده شرف كبير لايه النهاردة قلت هل عب لعبة مع فريد اعداد ومع حضراتكم انا مش عايز اسأل انا عايز اكتشف الاسئلة فعشان نفع استاذ المشاهدين يعرفوا اللي على شمال ده حاجات وكواليس من عنده استاذ رامي رجب والعلمين ده حاجات من كواليس استاذ حامد واجدي يعني زي زي حضراتكم هفتح الكروت دي الاول مرة واعرف الكواليس ونسأل عن تفاصيلها معاهم ونكتشف مع بعض شوية كواليس حلوة عشان نبقى محضرين برضو لحضراتكم بدلا ما نخش نفاجئكم نبدأ من عندك نبدأ سر عودة طريق حامد وكوكا للمنتخب وده برضو كان السؤال في بالي طريق حامد تحديد صحيح خلينا اقول لفترة اللي فاتت دي انكن فيتوريا كان متحفز شوية على اللعيبة كبار السن الرجل كان مواجب بيه جدا ولكن لقى سنه 37 سنة فعشان يعمل خطة طويلة الاجل هيبع عنده 41 سنة في 2026 هو عنده تحفز كبير جدا على اللعيبة كبار السن او كل ما تحت موليد تساي ده هو كم يعني؟ بيعدد 30 يعني طريق حامد طريق حامد هو تحت 30 تحت تمام موليد 88 ولكن طريق حامد صحيح ولكن الفترة اللي فاتت دي الرجل شاهد له عدد كبير مبارات مبارات مع المنتخب الفترة اللي فاتت دي شاهد له مبارات مع التحاد جد السعودي واعجب بامكاناته جدا 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 واللي ساهم فيه انه هو يتواجد فيه القيمة النهيئة للمنتخب الوطني عدم موجود يمكن اصابات كتيرة في هذا المركز بتاعه دونجة طبعا اصابة خرج من معسكر المنتخب عمرو الصلالة مضم بسبب الاصابة محمد النيني لم ينضم بسبب الاصابة فدي ادي فرصة كبيرة جدا افتكر بيتوريا معاش عندك معلومة بدأة توقع هل تواصل معنونه سانتو المدير الفني لتحاد جده والاتنين برتغاليين ممكن يتكلم معاه بشكل مباشر ويسأله على طريق حامد طبيعي 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 طالما برتغالي والدنيا بالنسبة له سأل اكيد ارقامهم مع بعض اكيد بتواصله مع بعض بيعرف منه الحالة الفنية لطريق حامد وطريق حامد يمكن الناس كتير كانوا بتقولوا انه راجل بعيد عن المستوى قعد فترة طويلة بعيدة ولكن ميزة طريق حامد عنده قوة يعني عنده موضوع الروح ده عالي جدا 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 بيرجع في اي وقت وعنده روح قطالية في الملع احمد حسن كوكا اخر فترة مع المنتخب كان زعلان جدا وكتب على تويتر انه كان حابب يبقى موجود في المنتخب كوكا مشكلته انه هو ما بيسغلش الفرصة الاسكرية فترة اللي فات الدين كان اخر هدف احرازه مع المنتخب ممكن من خمس سنين فبالتالي كل المداربين اللي تولي المهم حتى كوبر كوكا قاعد مع المنتخب لحد المشاركة في كاس العالم في روسيا وتم استبعاده بسبب تحفظ كوبر عليه وبالتالي برضو نفس الامر حصل مع المداربين اللي تولوا مهمة المنتخب خلال السنوات الماضية اعتقد الفرصة الاخيرة لكوكا في المعسكر ده لو كان فيه تحفظ كبير برضو انه هو يضم وكان فيه خلاف داخل الجهاز الفني انه يضم كوكا ولا لا ولكن الرجل قال خلاص انا عاوز اشوفه قدامي في المطشين اللي جايين واعتقد لو كوكا ما استغلش الفرصة بشكل كويس جدا في المعسكر ده هتبقى اموره صعبة جدا خاصة ان فيتوريا عنده خطة طويلة الاجل لمدة اربع سنوات فبعد اربع سنوات الامور هتبقى صعبة جدا على كوكا حامد مفاجأة حلوة دي اول واحدة مفاجأة حلوة ده دي كبيرة او دي الزبط دي بالنسباني مفاجأة كبرى انا عارف شوية حاجات في الكصة دي بس يعني مش للدرجات دي طيب اول حاجة اول عنوان عنده استاذ حامد وجدي محمد عواد يهدد بالاعتزال الدولي ايه المفاجأة دي بالضبط بعد اعلان القايمة محمد عواد مش موجود في القايمة محمد عواد اخبار كلها على الصحف كله بيتكلم ان فيه تواصل ما بين ريوفوتيريا وفريرة بشأن استبعاد عواد محمد عواد راح سأل الكابتن ايمان طهر هل حصل تواصل ولا لا سأل امير مرتضى وسأل الجهاز الفني مفيش كلام من ده خالص محمد عواد مستقل جدا وبيفكر اللي هو يهدد بالاعتزال خلاص انا عارف ان هو زعران وعشان حتى انا بقولك كوليس من اول انه ممكن يكون الفترة دي عشان الزمالك وانه هو اللي هو حاس انه هو شايف انه هو راكب الفترة الاخيرة ودوري وكاس فشايف هو لي مش موجود فهو ادائي جد بالضبط والمدائي انه هو حاس انه الاستبعاد الفني مش استبعاد له علاقة بأمور يعني ليه علاقة انه سيب اللعب للزمالك دلوقتي ما فيش كلام ما هو سائل في الكلام ده عشان يتأكد اذا كان الكلام ده صح ولا غلط لان الموضوع ده اصلا منهيف تماما للصحة فما فيش ولا الزمالك تتكلم مع المنتخب انه هو يسيب عواد عشان المباراة ولا اي حاجة عندك معلومة في القصة دي؟ المعلومة اللي عندي اللي انا عرفها ان عواد الفترة الفاتت دي كان فيه تواصل ما بين فريرا وما بين فتوريا الفترة الفاتت دي وكان فيه تنسيق كامل خلال الفترة الفاتت دي الاتفاق تم او كان فيه كلام ما بين فتوريا وما بين فريرا مش نقدر نحدد اسماء لعاب الزمالك اللي تنضموا المعسكر او تنضموا المنتخب الوطني الا بعد نهاية المباراة الزهب وبالتالي ادى اريحية كبيرة جدا فوز الزمالك النهاردة ادى اريحية كبيرة جدا لضم لربع الزمالك طبعا لتقلقه خلال الفترة الفاتت دي بس عواد ما انضمش فهو متضايق اه وبعدين انت اخدت صبحي لا وعدام وعدام فيها اريحية دلوقتي المزمالك خلاص ضمن يعني ضمن جزء كبير لا بس هي المشكلة بالنسبة للزمالك ان اللعيب البديل مش كفر ودي كانت سبب رئيسي ان عواد يتواجد مع الاناتف انا اعتقد ان فريد الشادي دوت في الكاهرة اصلا مش يوصل لمنمات الزمالك بغض النظر هو برضو هو برضو انت معاك صبحي اه معاك صبحي كمان صبحي راح لمنتخب لا مالسية المشكلة ان صبحي مش هتواجد مع معانيات الزمالك الفترة اللي جاية طيب عدم ضم محمد عواد خلاص كده نرجع تاير حامد حامد بجدي اه حالوة دي كواليس او قيمة المالية لصفقتها محمود جاد وفرانج ايتوجا للمصري بالضبط محمود جاد النهاردة تم رسمي بيعل نادر مصري محمود جاد سعره كان في الاول ادارة ان بيحدد 25 مليون جنيه كان فيه مفاوضات من المصري من فيوتشر من بيرامد وصل في الاخر نهاية المصري قدر اللي هو يخلص الصفقة دي المابين 18 ل25 مليون عشان اكون دقيق معاك في الارقام 18 مليون ل25 مليون ما بين السطور دي صفقة دي فيه نسبة عادة البيع 15% رقم تاير برد بالنسبة بقى اليتوجا النهاردة اللي خلاص اعلنه رسمي اللاعب كلف خزينة المصري 400 الف دولار وفيه نسبة عادة البيع لأشان تكتوكو 30% كتير جدا كتير جدا بس 400 الف دولار مش رقم كبير مش رقم كبير بالنسبة اللي هو يشتري ب400 الف دولار بس طبعا انت عارف ان نسبة عادة البيع 30% ده كبير جدا فاصلاتا اللاعب يعني من فيديوهاته ومتابعاته وارقامه الكبيرة اللي هو ممكن يكون حاجة كبيرة في الدوري طيب انا جالي خبر دلوقتي او مش جالي خبر فيه خبر تاني في نفس الورقة فيه في نفس الورقة اه مستند خاص لإسماعيلي اقاف قيد بسبب إبراهيم حسن فيه مستند واقاف قيد بسبب إبراهيم حسن بقى نفتكر كده إبراهيم حسن اللي كان في الزمالك وقعدة كده راح بيرامنز وده الوقت في الاتحاد السكنداري بالزبط لو نفتكر كان انتقاله بالزبط بالزبط كده لو تفتكر انتقاله من الإسماعيل للزمالك كان فيه قزمة كبيرة بين نجوم المستقبل والإسماعيلي بسبب ان لازم نجوم المستقبل يوافق عندنا للوقتي الإسماعيلي عنده اقاف قيد أصلا بسبب التونسي لسعد الجزيرة اللي هو المستحقاته 600 ألف درار لازم يدفعها فكده كده قردي الإسماعيلي عنده اقاف قيد توصلت مع الأستاذ محمد الطوية رئيس نجوم المستقبل قال الإسماعيلي خلال أيام الجاية هيتم اقاف قيده ليه؟ علشان هو دلوقتي المفروض ليه 24 مليون جنيه المستند ريت التعرض على الشاشة يوو ناريب دلوقتي يا جماعة بعد ازنوك انه هو دلوقتي نجوم المستقبل مطالب 24 مليون المهندس إبراهيم واصمان قبل رحيله بأسبوع من المجلس وتولي الأستاذ يحلكون رئاسة نادي الإسماعيلي كان طلع كده خطابها وقاريت نشوفها على الشاشة إنه هو الإداعي ل 24 مليون إداعهم في البنك للنادي الإسماعيلي هو كان واخد صارف على النادي قيمة 61 مليون جنيه بس منديه مش قرد للنادي مش منديول اللي هو حاجة منه حسنة مثلا أو حاجة اللي هو بيمني على النادي لا ده كان قرد للنادي وهو في وقت ما يحتاجه هو ياخده عشان الناس كانت بتتكلم اللي هو بيصرف أو ما بيصرفش فدلوقتي هو في آخر اجتماع والأعضاء نضعوا على الورق ده كله إنه خلاص هو طالب من الإسماعيلي من المجلس الجديد اللي أنا القرد بالنسبة لي ل 24 مليون جنيه آه ده بالنسبة لي يكون موجود فإذن هو المهندس إبراهيم عصموان سد 24 مليون جنيه المجلس بقى الحالي هيعمل إيه فيها دي بقى القصة آه مستندهم معنا والضبط المستند لو طالت شوف آه نرجو توجيه الدعوة لنعقاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يوم عشرين عشر الفين واحد وعشرين ونود الأحاطة التي أنا مش شاهبة قد تنازلت عن مابلة وقدره وقدره 24 مليون جنيه من القرد المقدم مني للنادي الإسماعيلي وذلك لسداد المدينية المستحق على نادي الصالح نادي النجوم الرياضي وعليه يتم اتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع نحو إدراك هذا الطلب دم جدوى لأعمال المجلس والعرض على السادة أعضاء مجلس الإدارة وتتضلوا بقول فوق الاحترام والتجير رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مهندس إبراهيم عصموان ده كان يوم عشرين عشرة اللي هو قبل ما المجلس الجديد يكون موجود بأسبوع بالضبط والمجلس كله وقع على العقد ده فدلوقتي إيه اللي هيحصل للإسماعيلي مشكلة كبيرة بالضبط مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وده هو ده اللي لو تلاحظ آخر ورقة كل البنوت بكل حاجة موقع عليها المجلس كله بالكامل فده حاجة حصر إليه هاي فكرة هاي لحامل في العقد طيب ده أصد حامل عمال يدي في قناة تأجيل مباراة الزمالك وبطل شد الحكاية دي مباراة العودة دي مباراة العودة خلينا نقول للإحت mercy أخير يعني اللي انتشر في الساعة الأخيرة إن الحالي أنتح أخير طلب تأجيل المباراة عشان في اليام الأخيرة الأخيرة لا ده من حوالي من أكثر من أسبوع ومن أسبوعين اتحاد الكرة بعت خطاب رسمي لإمхاد الأفريكي ولكرة القدم لتأجيل المباراة ليه فتوريا طالب الاتحاد قال لهم أنا دي مباراتين وديتين سواء مبارات ليباريا أو النيجر وأنا محتاج أشوف كل اللعيبة اللي شايفة هتصلح للمنتخب أو هتديني هتبقى القوام الأساسي للمنتخب الفتر الفات اتحاد الكورة اعترض بشكل رسمي وبعد قطاب للكاف لتأجيل المباراة في كلام للساعات الأخيرة أن تأجيل المباراة من كم يوم لا ده من حوالي أسبوعين يا أساس كريم اتحاد الكورة خاطب للكاف ولكن مشكلة الاتحاد الكورة أن الزمالك اللي طلب تأجيل المباراة عشان مباراة الهلالة للسعودي في مرات الصوبة وطبعاً وقف الاتحاد الدولي مع الناد الزمالك في طلبه على أساس أن دي مباراة اللي هتلعبت في قطر فده مباراة استعراضية لكاس العالم اللي هتقوم في قطر فبالتالي لسه الأزمة موجودة أعتقد أن في مطالبات حتى هذه اللحظة من اتحاد الكورة أن يتم تأجيل المباراة اليوم 30 في كلام كتير جداً لسه في مبحثات حتى هذه اللحظة لتأجيل المباراة فيتوريا خلاص أعلن القايمة النهية بتاعته وخلاص حتى لو المباراة ما تأجلتش بشكل رسمي والرباعي نات الزمالك هيكون متواجد في مباراة النيجر وليبيريا وبدأ رغبة منه أنه شايف اللعبة بتاعناد الزمالك دي من القوام الأساسي وعنده المباراة هو أول معسكر بالنسبة له فعاوز يشوف كل اللعبة المتواجدة في المنتخب أو اللي اعتمد على حفظ هذا مشيبي عنده مشكلة والمباراة ما تأجلتش لا خلاص بقى أنت فوز اتنين صفر مليل دي النقطة الإيجابية إن فوز اتنين صفر أعتقد يعني الدقرية حيكبرة جداً جازة فن ناتز لا لا انت بقى ما فيش مشكلة حلو كواليس القيومة الملال سفقتايا محمود دي هو نفس اللعبة نشوفه بعده جريدو والإسماعيلي جريدو والإسماعيلي يعني زينا في الإسماعيل اه هو فعلاً الإسماعيلي تواصل مع جريدو جريدو موافق اللي هو يجي درب الإسماعيلي وينزل من رومبير تابوي يعني هو كان بياخد أكتر من كده موافق اللي هو يجي بس الفكرة إنه كان في شروط في العقد ما بين النادي وجريدو أول شرط اللي هو لو خسر تلات مباراة يتم فسخ العقدة القائد تاني حاجة فيه شرط الجزائي امتين الف دولار فالراجل حد دلوقتي رفض بس في نفس الوقت الاعضاء في مجلس الاسماعيلي بيأكدوا ان هو الاقرب يكون مدير فني بس في حاجة اسمعك كده حمد بالضبط هو الاسمعك كده اجمعك يعني انت يعني انت اعلنت على المدير الفني بعد ساعة مشيته يعني هو لو رايح يعني مع كامل الاحترام يعني كامل الاحترام الاسماعيلي اسم كبير وتاريخي بس ما فيش مدرب رايح ريال مدريد اللي مفوت يكسب على طول ويتقاله لو خسرتها ات مباراة هتمشي فالراجل اسماعيلي وزروفه يعني لسه بيعتحسن يعني بالضبط فالراجل بالنسبة له الموضوع بقى بعيد اه لحد دلوقتي هالبقى هيتم التواصل يبقى يقربه وجهات النظر الله اعلم هي المشكلة بس انها اسماعيلي الفاتحة الفاتحة والسكريم ان انت بضاير مدربين كتير والاجانب كتير جدا فاعتقد الجريد ولو جاه هيتبقى مخاطرة بالنسبة له كبيرة جدا وانت راجل كنقلك اسمك في الدور المصري فصعب جدا ان انت موت بصراحة كنت شايف حمزة الجمال هو اللي يكمل بصراحة يعني بصراحة يعني بصراحة حمزة الجمال مش دي مفيش فيتا دخولات من الماجلس لا اوما كان اطلبين لو هو اللعب الناشئين ومش عارف ايه وامور فنية فالرجل زعل فمش دي الاسباب هو ولكن مش عارف يعني النادي اسماعيلي يعني حتى وكان اعوز يمشي قبلها ورجل حقق النتاج وكان النادي اسماعيلي بيعاني من اللبوط وانقذ اللبوط اه انقذ اللبوط وحزم حمزة الجمال حرفيا انقذ اسماعيلي انقذ اللبوط حقود يعني حتى لو فيه خلافات ولكن كل يوم بتغيير ومعنات كبيرة زي النادي اسماعيلي والرجل مشيت وبعد كده رجعته تاني وبرضو كم مع الفرقة مفيش الله يكون فهون جميل اسماعيلي اخي المستجداد حصول الجهاز المعاون لكالوس كروش على المستحقات المالية وهل سيتم التصعيد عملا هو كروش قصلا خد مستحقاته لا خلاص كروش بقى خلاص القيمة المالية اللي باعتت خلاص وكان فيه 25 الف دولار الغرامة بتاعته هو كان ناوي يجي هنا يحضر القاهرة ولكن ظروف طبعا تعاقده مع المنتخب الاراني خلاص بس مستحقاته خلصت خلاص لا لسه مخلصتش بالنسبال الغرامات اللي هو طالبها لسه مخلصتش بالنسبال ولكن خلصت بالنسبال الاتحاد الكورة هي خلصت خلاص اتقفلت يعني اتقفلت بالنسبال الاتحاد الا الا لو تدخل الدكتور أشف صفحي وبعت مستند رسمي انه هو موافق على صرف الغرامات اللي هو طالب هو كان طالب اللي تدخل زاد شاب والرياضة بس لسه مكانش فيه اي جديد بالنسبال وقاله احنا مش هنقدر نخرج اي من لي من خزينة الاتحاد الا بموافقة او مستند رسمي من الدكتور أشف صفحي خلنا نقول بقى الجاز المعاون بتاعه الجاز المعاونة بتكلم عن كابتن دياء السيد كابتن دياء السيد والجاز الاجنبي حتى هذه اللحظة لهم ثلاث مباراة مكافئات ما حصلوش عليه مباراة الكاميرون مباراة المغرب في بطولة الامة الافراقية ومباراة سينغالي اللي اقومت هنا والكابتن دياء تواصل مع اخر متواصل حصل تواصل مع استاذ خلد الدرندلي ووعدوا بصرف المستحقات من الرسوم القيدة اللي هي بتاعة الاندي ووفقا لمعلومات انا لو ما حصلش الكابتن دياء والجاز المعاون ممكن يهدده بالتسعيد ضد اتحاد الكوري خلال الفطر اللي جاء خاصة انتعدت شهور طويلة جدا جدا بدون ما يحصلوا على مستحقاتهم انا الكابتن دياء كان معايا من شهر تقريبا اختر شوية وانه خد وعد من اتحاده كلان الاسبوع دو وقتها يعني هتتحلل ازمة دي اخر مستجدات تواصل مع الاستاذ خلد الدرندلي ووعدوا ان يتم صرف المستحقات من رسوم القيد قال له كده ان فيه مبالغ ماملية داخل من رسوم القيد بتاعت الاندية وان شاء الله اوعاد كلنا هصف المستحقات بتاعتكم ولكن حتى هذه اللحظة مفيش اي مستجدات وارد جدا يكون فيه تصعيد للازمة تصعيد بقى في الاعلام تصعيد للجوء لمركز التسوية تصعيد للاتحاد دولي دي كل امرة يعني فيه حالة غضب كبيرة جدا جدا سواء بالنسبة لكابتن دياء سيد او الجهاز الاجنبي بتاعه المعاون اللي هما برضو مش عاوزين ياخدوا اي قرار او ياخدوا اي تصعيد املا في الوعود للفترة اخيرة وعدها بها اتحاد طبعا انت عنوينك خلصت بس فيه سؤال شايلهولك برا منهج روح لحامد دلوقتي وارجع لك بقى بسؤال اصعب من ده شوية روح لحامد اه مصطفى شلبي كان الكلام انه فجأة قال انه راح للأهل حتى للأهل طلع نفع وبعد كده الزمالك الزمالك ما قالش حاجة وامبي بعد كده اوله طلع نفع وقال انه مفيش العروض رسمية من الزمالك ولا الاهلي الكصة بالنسبة لمصطفى شلبي بص الكصة لمصطفى شلبي الاول الاهلي فعلا بعت يعني اتكلم مع مسؤولة امبي وكابت محمود الخطيب كان فيه جلسة بينه وبين الستاذ عامن الشريع الستاذ عامن الشريع طلب 25 مليون جنيه ده تمن خلاص مصطفى شلبي اتكلموا فيها اللي يبقى فيها لعيبة فالنسبة الشريع رفض بيشايف ان الميزانية للعيب كمرتب شخصي مش متناسبة مع ميزانية في امبي فطلب فكرة ان يبقى فيه لعيبة نهائيا فخلاص هو حطر 25 الاهلي بعد كده رجع بعرض 13 مليون جنيه تمام وامبي رد بالرفض رجع اخر عرض كان 15 مليون جنيه من الاهلي وامبي نزل العرض لعشرين بس ومن بعدها خلاص ما فيش مفاوضات نهائيا وقف وقف انا علي 15 امبي 20 امبي 20 خلاص وقفت لحد دلوقتي كده الزمالك ما فيش حد رسمي من المسؤولين الزمالك تتكلم مع امبي اللي تتكلم مو كلاء محسوبين على نادي الزمالك اللي احنا نقدر نجيب لكه مصطفى شلبي نهدي الزمالك بس دي قصة مصطفى شلبي عشان اللغة اللي حصلة لفترة الأخيرة طيب في دلوقتي كمان كيف يفكر نادي الزمالك في وسط الملعب بتتكلم في مروان عطية ومحمود حمادة ومصطفى شكش هو الزمالك بالنسبة له مروان عطية في الاتحاد هو ده كان فكر الجهاز الفني لفريرا مش المسؤولين في الزمالك هو رقم مروان عطية رقم واحد نادي الاتحاد سكندري رافض رافض تام اللي هو يفرط في اللاعي فالزمالك خلال الجلسة اللي كانت ما بين مصطفى شلبي عمرضة ومنصور ومسؤولي فاركو تتكلم على محمود حمادة بس الموضوع مش سلس لان فاركو طبعا عنده ايقاف قيد فزي فرط في محمود حمادة وهو اهم اللاعب عنده دلوقتي في المنتخب فالموضوع صعب نوعا ما بس هما محمود حمادة نفسه طبعا مرحب جدا ان هو يلعب لنادي الزمالك تالت حاجة شكشك مصطفى شكشك لعب امبي لسه الكلام يعني الزمالك حطت اختيارات يعني لسه ما فيش حاجة رسمي حصل شكشك حسن معلوماتي ان الزمالك كان معجب بيه جدا في بدقة الموسم اللاعب تراجع نسبية مستوى مع نهاية الموسم لا هو اللي ما كان نرفضه في الاول امير مرتضى اه ما كانش معجب بيه مش معجب بيه مش معجب بيه اه بد لسه بقى الله اعلم اين هيحصل الفترة الجاية هل طبعا هيتم عرضه تاني على فرييرا يشوفه ولا لا اه بالزبط سأنا اشاهد هولا شيء من الدورج يعني رأي فيتوريا في كواليتي اللاعب المصري في الدوري المصري شبه رأي كالوس كيروش ولا مختلف يعني نقول الامور قريبة من بعضها اه شايف ان اللاعب المصري عنده موهبة ولكن هي المشكلة في حتة التفكير او العقلية بتاع اللاعب المصري شايف ان هو لو اللاعب المصري قدر يعني حافظ على نفسه سواء داخل الملعب او خارج الملعب شايف فيه عندك امكانات ومهارات عالية جدا 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 شايف ان فيه الدوري المصري مليان بالموهب ولكن بس هي العقلية اللي بتختلف بس اللي موجودة لو اللاعب المصري فيه على العقليته بيفكر صح بينام صح بيأكل بصح الحاجات دي كلها ده الكلام الحلو اللي هو بيقوله في المطاولات الصحفية. في الكواليس ان فيتوريا مش مبسوط. مش مبسوط. وعندك انت بقى كواليس. كمل انت حال. لا كمل انت. او مش مبسوط. مش مبسوط من اللعيبة يعني. وحاس انه الكواليتي بعيد. وحاس انه فيه لعيبة كتير وقدت قال يعني. يتقلل القريبين منه. انه اللعيبة عندها امور كثيرة بأسيات الكورة بعيدة شوية. ومحتاج يشتغل من بدري. يعني من بعيد قوي. مش جاهزين ما في المية انهما يشاركوا دوليا. وانا اقدر اقول لك من دلوقتي. ممكن اقول لي سادة المشاهدين. ان فيتوريا اسلوب لعب وطريقة لعبه. مش هتبقى كتير عن كيروش. وهي بحريس جدا. عشان هما عنده ثقة كبيرة في القواليتي اللي موجودة حاليا. وهو ده اللي خلى عشان برضو ادلل على كلامي. اللي خلى فيتوريا يسأل على اللاعبين المصريين اللي موجودين في الخارج اللي ما شاركوه شعب كده مع المنتخب. هو عايشه في اللاعبها غير اللي شافهم كمان في الدور المصري. هي هو شايف ان فيه فيه موهبة في الدور المصري. بس ولكن محتاج شغل كتير. طبعا. هي دي النقطة الله الاصداء. ان هو محتاج شغل كتير. يعني اللعاب عشان يبقى لعب دولي محتاج. هو شايف ان عندك البزرة اللي موجودة بزرة آآ الكواليتي بتاعك واسا جدا. صح. ولكن هتحتاج وقت كوالي. طيب. حامد. كواليس الكاميروني جويل وآآ ماريتمو البرتغالي والزمالك وكلام المدير الرياضي للنادي. تمام. بالنسبة للجويل الناس الفترة الاخيرة كنت بتتكلم اللي جويل خلاص جاي نادي الزمالك. اه. انا توصلت مع المدير الرياضي. اه. تمام لنادي ماريتمو البرتغالي. هيك. قال ان فيه عرض رسمي وصل من الزمالك في شهر سبعة. شهر سبعة. اه. شهر سبعة. كان بخمسمائة الف يورو. اه. وهم رفضوا العرض. تمام. هو بالنسبة له دلوقتي مستحيل ان اللعب يمشي. بسبب اسباب بسيطة يعني. بيتكلم ان الفرقة دلوقتي اخر الدول البرتغالي. لعبة ستة مطشاط خسرت الستة. فهو من اللي هيعوضوا به. فهو بالنسبة له ما عندهش ازمة في يناير. اه. بس دلوقتي صعب جدا. اه. اه. دلوقتي مستحيل. ايش خاصة عمون عندهم بتقفلت حتى ما يقدرش يعوضه. مش يعوضه يعوضه. مين هو شايف اللي هو مش قادر عوضه دلوقتي بحده. فانا مفروض الزمالك عشان مرتبه الكبير طبعا. فدلوقتي محمود علاء تواصل مع مسؤولين في البنك الاهلي. وما حدش رد عليه. تمام. بس هو دلوقتي حاليا البنك الاهلي عايز يدعم بمدافع. دخل حسابته. بس ده كان مسؤول غير اللي موجودين في النادي. يعني حد برا المسؤولين على القرار نفسه. فيه كلام ساعة الجلسة. خلال الجلسة اللي هي بين امين ومرتضى ومسؤول بيرمدز. خلال صفقة عمر جابر ودونجا. تم عرض اللي هم هيعرضوا محمود علاء. بيرمدز رفضوا. شايفين اللعب مرتبه كبير. هيجي هيكون. المفروض يبقى اساسي. عفوا. هيكون اساسي. فالمفروض رفضوا بيرمدز بسبب مرتبه. دلوقتي مسؤولين البنك الاهلي بيسعوا اللي هم يدعوهم بالدفاع. فممكن يكون اقرب للبنك الاهلي. نوعا ما دلوقتي. عزيب. بس انا عايز قبل ما تختن بصراحة يعني. عايز اشكر المسؤولي البنك الاهلي. انا شايف الفرقة بتدعم بشكل كويس. بصراحة يعني. يعني البنك الاهلي من من الاندية لفتت نظري. وسراميك كلوباتر. وسراميك كلوباتر طبعا. صح. بس هما لفتوا نظري اللي هم جابوا. مصري شغال. طبعا. لأ شايف مصر عشان تعرفين مستكبه ابو علي. فهم فيه ميزانية. لأ البنك الاهلي شايف اللي هو بيدعم في اماكن كويسة واماكن هو عايزها فعلا. وعارف وبيعمل ايه. صحية. بدليل اللي هو مسلا الناصر مانسي واحمد يسين مش رادي يفرط فيه. يعني المفروض هو لو طلب الارقام كبيرة هيقدر يخذه. صح. بس لسه ما تمسك لآخر فرصة. صح. ويعني بصراحة اشكر يعني شايف المجهود كبير يعني بخلال التواصل معي الاستاذ كابتن حمد هاشم. صحيح. مدير التعاقدات. شايف عام شغلي هاي بصراحة. صحيح. حمد واجدي شرفت نوارتك العادة. انا بشكرك شكرا جزيح. شرف لقيا وكنت وسوط جدا معك. انا موسوط جدا. النهاردة فعلا انبسطت جدا بتواجدك مع الاول. شكرا جزيح. شكرا جزيح. وهذا سيد زرامي راجب. زرامي شرفت نوارتك العادة. شكرا جزيح. شكرا. شكرا جزيح. سعيدا كنت معك. انا كنت سعيدا. ربناي خليك. شكرا جزيح. جزيح. ده كان نهاية حلقاتنا النهاردة من رقم عشر. رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الوقت.